اخوتي اخواتي الازاز السلام عليكم اتمنى تكونوا بخير ويرزقكم بالفضل والتسير والرزاق الكثير القادية ديال اليوم القادية ديال هاد ليلة غادي ديال العام الفين وستاش وبالضبط في مدينة اكاتير مع ناصر ديال الشرطة عيتفاجئ بوحد المواطن الاصل ديالو والجنسية ديالو كويتيا جا عندهم اتمنى الكوميسرية وقال لهم ارى بغيت ندير واحد البلاغ ندير بلاغ باختفاء واحد السيد من اللي عائده ديالي هاد سيد را هدي مدد ديال العشرين يوم برج المغرب وما بقنا عرفنا عليه حتى شي حاجة كان عيت له في التليفون ولا ان التليفون ديالو طافي فعلا السلطات من اللي انه مواطن اجنابي من دول الخليج انه سائح السيد غبرة واحدة مباشرة غدي تفاعله مع البلاغ بجدية كبيرة طلبوا الاسم ديالو وطلبوا البيانات ديالو من هاد السيد اللي جايب اللغ هاد السيد اللي جايب اللغ هو خالو خول وليد ديالو هاد السيد كيعطيهم بعض المعلومات قال لهم هاد مختفي اسمه خالد سن ديالو واربعين سنة تقريبا وهدي واحد عشرين يوم برجل مغرب وما ولا شبعا قال لهم ان ولد اخته هدي ماشي اول مرة اللي غادي جاي للمغرب ديما كيش مرة كيمشي لأكادير مرة مراكش مرة طانجة مرة فاس يعني سائح مولف كيجي للمغرب من اللي سولوه هنا فندق كان فيه كلهم صراحة ولد خالسي ما كيبغيش يمشي يقلس الفنادق كيدخلوا واحد الابليكاسيون والها مشهورة بلما ندخلوا سميتها كيشوف شي فيلا شي بارط ما كبيرة كيكريها المدة هذه الاقامة ديالو في المغرب وهاد المرة هادي اراها هجاب عطلة ديال خمسة وعشرين يوم الخمس يوم اللولة كان كيتواصل معنا كيجابنا في تليفون وليني مورها راه كنعي طوله تليفون في اللول كان يصغني اشوية طفاف خطراء راه يوميا كنجربون عي طوله كان حاولا نتواصل معه سوف تليفون سوف الواتساب سوف المسنجر ديال الفيسبوك ولكن راه ما كيجاوبنيش نهائيا عيد نتسنا عيد نتسنا ودك الشي لاش قلت خاصني نجي للمغرب نجي وندير بلاغ عند السلطات الامنية وفعلا البوليس خضوا الاسم ديال ديك اللي البليكاسيون ومن اللي دلوا البحث ديالهم عرفوا ان خالد دخل المغرب تقريبا هادي واحد اثنين وعشرين يوم خضوا واحد الفيلا فيلا اللي كان في واحد المنطقة راقية في أقادير الاغلبية ديال الدور اللي كانوا في ديك بلاثا اللي كانوا حدا ديك الفيلا كانوا مازال عاد كيتبناه ومازال في طور الإنجل يا بلاسا كارم خاوية أعرفوا اسمية المولدك الفيلا ما الذي تواصله معه؟ ما الذي يجي عندهم؟ قال لهم فعلا السيد راكران عندها الفيلا ومن الابليكاسيون خلص من بلاده بكارد فيزا ما الذي يجي هنا تواصل معي تلاقيته وريته الدويرة أعطيته السويرتات ومشيت في حالتي هنا المحقيقين طلبوا منه أنه يمشي معهم الدار دياله وفعلا تكشي لها في شمعة مثل ما بقى وكيدقوا وكيدقوا ولا أن الدار لم يكن يجاوب فيها حتى شي واحد من اللي بدأوا كيدوروها يكتشفوا أن الضوء ديالحمام والضوء ديالصالون بجوج بهم كانوا شاعلي مول الدار قال لهم أنا أنا ما عندي تفكرة على هذا الشي أنا أعطيت للسيد سويرتاته ومشيت في حالتي معنو اللي انطلقاه حتى النهار اللي غادي يكون غادي في حالته حيث هو مخلص ديجة الخمسة وعشرين يوم أنا كريت له هذه المدة كاملة ودبارة بقتله غير تلتية تلتية مشي عنده ويعطيني السويرتات ديالي المحقيقين هي يوم يحاول يدقوا هي يوم يغوتوا كي يضرب شراجم شراجم كلهم ريدو ديالهم غابط كي يدقوا ويقاودوا ولكن هذا الشي واحد ما يجعب وهذا الشي اللي خلنا المحقيقين يقولوا مع أبانهم ممكن أن السيد يكون كاين وصد الدار وغالباً يكون واقع عليه شي حاجة سولم الدار وقالوا له لم يكن لديك شوارت ولم يكن لديك شوارت لتحالي ولماذا؟ وقال لهم سيتم لدي خلال السويرت أنا من المنظم الذي كان لديه كانوا بباب يأتي معه سادي السويرتات السيد الذي كان نقري له كان أعطيه ساروط والباقي كان يجعله عندي السيد يدعوز هذه المدة يمشي في حالته ويرجع لي ساروتي هنا رجال الشرطة طلبوا المورددار أن يأتي يجب لهم الساروط اللي يحلها الضار عادي. وفعلا ضغي يمشى ورجع عندهم. جاب لهم السلود الضار. وما في ذلك الوقتها كانوا خضاوا ايدن شفاوي من عند وكيل الملك. خضاوا ايدن النيابة العامة فتحوا الباب ودخلوا الضماء. دخلوا باش يتأكدوا. انا ما وقع حتى شي حاجة الضماء ولا يدني. غير دخلوا مع الباب ديال الضار بدو كيشموش نسمى مش هي هي اهديك. شي ريحة خايبة في تدخل ديال الباب. ريحة ما كانش مجادة بزاف ولكن كاينة نسمى هديل شي حاجة مش هي هي. ديال شي ريحة خانزة. وهذا شي اللي خلال المحقيقين. وخلال احتموا الضار يشكوا بان كان شي موصيبة الداخل. دخلوا بدو كيقلبوا. ومن اللي دخلوا على الباب ديال الضار. كان الصالون في الجنب. صالون كانت مع الليمان وقبلت واحد سيجور. الصالة ديال الضار كانت كبيرة. ووسط صالون كانت واحد طابلة. فوق منها محطوطة شي حاجة ديال الماكلة. ما حطوطن بزاف ديال القراعي ديال الشراب. ديك الماكلة كانت خسرت. خناست. في اللول قالوا ممكن ان هاد الماكلة هي اللي ديال هاد الريحة. خصوصا ان الماكلة اللي فوق الطابلة كان فيها الحوت وكان فيها للحام. والماكلة بحلع بدات كالدود. تم مكنوا بزاف ديال الحواج. ذلك الشيء ديال فوق الجافة الى اخره. الفيلا كان فيها جوج ديال الطوابق. التحت كان الكوزينة. كان الصالون. السجون مقبل معه. كان واحد بيت نعاس. ولكن ذلك بيت نعاس من اللي قلبوا فيه. ما لقوا فيها حتى شي حاجة. بيت مقاعد. مفرش مزيان. مصاور. ما فيه حتى شي مشكل. الكوزينة اللي كانت مرونة واحد شوية. يعني غادبا ديك الدار كان فيها شي واحد. كان فيها شي زائر. ولكن. هذا اللي كان فيها باين بأن مدة طويلة بشخرج منها. رجال الشرطة طلعوا للطابق الأول. الطابقة الأولى فيها الجو ديال بيوت الناس. ولقوا الباب الرئيسي ديال بيوت الناس الليول مسدودة. ولكن مسدودة بلا سهلوت. داروا بوانيها كحلوها. فوق النموسية كان واحد كمية كبيرة ديال منطعت ديال ملايات. لدرجة أن ديك المنطات مكوومين. غير دخلوا البيت الناس. لكن في الطابق الأول. الريحة بدأت تجهد واحد شوية. بدأوا يحيدوا ديك الملايات. أكثر من ثمانية ديال المنطات. وحدة فوق واحدة. هم كيحيدوا الريحة كتزيد تعطيها. كتزيد الجهد. حيدوا للخرب. وفعلا. علقوا السيد ميتما. الجتة دياله كانت في واحد الحالة متقدمة من التحلل. أنا رجال الشرطة خرجوا كلهم كي يجري بيت الناس. خرجوا باش ما يقصوا اتاشي حاجة وما يحركوا اتاشي حاجة بلاستها. أنا كانوا عارفون بأن هذه ليست خدمتهم. هذه خدمة الفرقة الجنائية. الفرقة ديال الفحص الجنائي. خاصة يجي ويقلبوا في البصمات ويقلبوا في أي دليل جنائي. خاصة اي حاجة تبقى في بلاستها وما ينتحرك. ولكن الحاجة التي سيلاحظها أن الماريو ديال بيت الناس كان محلول. ووصل الماريو كان واحد الكوفر فور كبير. وحتى الباب دياله محلول صندوق اللي يتحلل بالنواة. فعلا خرجوا حاجة الفرقة ديال المصرح الجنائي. بدأوا يرفع البصمات. يقلبوا الأدلة. قلبوا على التليفون ديال الضحية تماما. قلبوا يقلبوا ويفتشوا. شوية عيطوا الخالو. دخلوا خالو التماما. وروا له. قال له موادة والدغتي. حال دياله كان تأثير بالزعاف. رجال الشرطة شدوا هدوه شوية وبدأوا يسهوله. قالوا له لدغتك. واش كيعرف شيء واحدة اللي كي يجي عندها نتماما. واش عنده شيء علاقات هنا في المغرب. علاش كي يجي بالضبط الهناية. يعني لاش بالضبط. رجال مدينة اقادير وخطى خمسة وعشرين يوم. ولا ينخالوا. قال لهم هو ديمة يموت عن المغرب. كي يجي لها ديمة كل عام كي يجي مراجوش. كي يعجبوا يدير سياحة. كي يجي تسارة. وكيرتاح في المغرب بزعاف. كي يجلس عشرية عشرين يوم بعد مرة ترشار. كل مرة كيمشي لمدينة. ولا اني واش عنده علاقة مع عشي وحدها. ولا متعدد العلاقات الله وعلم. قال له من الصراحة ما عارف حتى شيء حاجة. هو اصلا ما كي يعاوش على الخصوصيات دياله. بالعلم ان هذا الخلد يجي تقريبا في نفس الناس. ومع المغرب بوليته كيف يفع على البصمات. اصلا ما كي يقلبه. كي يقلبه الكيسة اللي كان تماما الماكلة لأتات أي حاجة رفعه منها البصمات. ولا اني لا الكيسة ولا الفراش ولا اي حاجة ما كان فيها تاشي بسمة. يعني ما يجبوا التابس ما تماما. انا المحقق من اللي يقلبه على الهاتف ديال الضحية. من اللي يقلبه على اوراقه. اصطامه. المهم اي حاجة كانوا يقلبوا على الهاتف ما. انا يقلبوا كل شيء. ولكن ما يجبوا التحاجة. ما كانت تحاجة ما. ما كانت تريفه. لا باسبور. جوا الصفر ما كان. وراقه ما كان. فلوسه وواله. مهم ما يجبوا التحاجة. من اللي يسولوا خاله. قال لهم انهم اللي يجي للمغرب. انا يجيب معه مبالغ مالية كبيرة. انا يجيب معه حصيصة. هدول اللي يقولوا انك تعجبني السياحة في المغرب بزاف. ما يعجبني للمشي التلشي دولة. المغرب كانت عندك فلوس تعيش بحل المالك. المحققين هنا يبدو يقلبوه. من اللي يسولوا دك ملطار. يقولوا له اش عندك شيء كاميرا ديال مراقبة. واش كينشي حاجة بحلاكة ديال ديال الامان. يجيب شعجة في الجرداء. ولا في الدخلة ديال الضار. مو الضار قال لهم لا. قلوا له ما انا هاد دويرة كنت كانت تسكن فيها. ولا اني من اللي يخلش تقعون. ولا دي مشوا بحلهم يقراب. وبقيت صغيرة انا ومراتي. تفقنا نوعيها. وتحن ناخد واحد بريض ما صغيرة واحد شقة ووسط المدينة. وهذه الفيلة ديالنا نكريوها وراح نتخلنا فلوس صحيحة لكي نعيشوا. يعني يعاونوا بها الوقت. قلوا له في عوض نكريوها للشي واحد اللي يبقى سكن ديمة وتمان طايح وتمان رخيص. قرر نحطوها في الابليكاسيو. ونلقوا نكريوها بالليلة. انا المحققين. شكوف مو الضار. هذا مو الضار سميته عبد الواحد. السندير كبير في السن الراجل. قريبا عنده 66. مزوج. وعنده ثلاثة الوليدات. الشرطة وخاشة كن فيه. والليدار البحث ديالهم. ارفعنا سيد استاذ متقاعد. سيد درويش. زوجة دياله موظفة في واحد الاكاديمية ديال التانية. ولداته بثلاثة بهم كيقرأوا خارج المغرب. يعني اسرة محترمة. سيد معروف ومحترم. عنده الدخل دياله. ما عنده حتى شي صوابق. اصدع بعيد عليه كل البعد. وقع الناس اللي كعرفوه كيشكره. قع الناس كيقولوا كيقولوا هافه زينة. يعني عنده شي دافع. ديال القتل. موهم اليه الزوجة ديال الضاحية والدواء المصلحة ديال الشريع. دواء العمر. طبيب ديال الشريعي بداي يفحصها. اللي يفحصها قال لهم. ان السيد كبير ما يموت. ارى تتعرض للتعديب. قالوا برد يدين دياله. ورجلين دياله. كانوا مضربين بشي اداة حادة. كانوا سواء ليدين او رجلين. راهم كانوا كيعدبوه منهم. قال لهم عندهم شي كادمة. عنده شي كادمة تعود في الجهة دياله. شي زروقية. يعني كلاوه بالعصى. كانوا عنده شي طعانات اللي في صدر دياله. خصوصا على مستوى القلب. ومستوى طربة. ولا اني قبل ما يموت. قالوا امرقت قريبا بواحد مدة تلاتة ساعة. الضحية كان يالله مارس علاقة جنسية. والعلاقة اللي دار. ما كانش مع بنت وحدة. العلاقة مع جوج ديال اللي بنت. الضحية ملقى الدم دياله. عارفوا انه كان متناول كمية كبيرة ديال الكوحول. كان سكرا. ومن غير الكوحول كانت واحد النسبة ديال المنوم اللي يلقواها في الدم دياله. يعني. السيد كانوا معي شي ابنات. يعني مارس معهم مراهة. ما شربه هو بالارادة دياله له ما شربه شي مادة منومة. اللي ما يمكن شي فاق. الا من امور ما تدوز لتتساعة. طبيب ديال الشريح. قلهم ان الضحية. راه دهبة حاليا. لو ست منتاشر يوم هو مية. وعطاهم النهار بالضبط فوق اشتوفها. وعطاهم حتى الاسباب ديال الوافاة. انا المحققين كانوا متأكدين. ان السبب ديال الجريمة. هو السرقها بمية في المية. السيد غالبا جابش ابنات. وهما اللي شربوه من بعد ما سكر. شربوه شي مادة منومة بلا مايق. سرقوه ومن بعد قتله. ولان الطبيب ديال الشريح قلهم ان. البنات مستحيل. يقدروا يديروا في هذه الحالة. والضحية راكوستو. البنية الجسمانية دياله كانت قوية بزال. رغم اللي بده دفق النموسية. راه تقول. طويل السيد وغلا يضو صحيح. يعني مستحيل ان هالجوج ابنات يقدروا يربطوه. يقدروا يعدبوه. ولا يديروا في هذه الحالة هذه. اهنا المحققين قوحيرا. خصوصا ان المنطقة اللي كينا فيها. الفيلا راه منطقة هادية. اغلب يد الفيلات يلا كي يتبنوه. كلهم ما زال في طور الانشاء. يعني كل شي مازال خاوي. يعني قليل فشكة الكرشي فيلا اللي كاملة وواجدة. ذاك الحي. ما زال ما فيش ويدادية. ذاك الحي ما فيش العساس. ما فيه تاشي حاشا. وهما كو كانوا كاملين بالبناء. الاقل السكان. يدروا واحد ويدادية. يدروا العساسة. يدروا ذاك الباريار باش يستطيعوا اللي حي اللي خاص. وهذا الحوايش كيفيدوا المحققين بزاف. مهم. بوليس لو كيقلبوا. حتى فعلا سيقلقوا واحد فيلا اللي كانت في الراس ديال الشارع. من اللي يسؤولوا لها. قلهم. را عندي الكاميرات ديال المراقبة. عندي واحدة في الدخنة ديال الباب. عندي واحدة في الجردة. وعندي واحدة اخرى في الباب ديال الجارع. كلموا شوفوا. غادي نعطيكم التظهر. وانتوا ما قلبوا على خطركم. جبدوا قاعد تسجيلات اللي بغيتوا. المحققين. من اللي يخضوا من عنده تسجيل ديال الكاميرات. من اللي يبدو كيقلبوا النهار بالضبط اللي مات فيه الطاحية. غادي يلقوا. انه كانوا واحد جوج بنات. وواقفين في الباب ديال الفيلا. جات عندهم واحد. طاكسي صغيرة. هزتهم. ودازوا احدا ديك الفيلا اللي فيها الكاميرات. وم ديك الساعة. وقفوا تسجيل. دلوا بوز. واخدوا الرقم ديال دك الطاكسي. بالنسبة لهم. البوليس عيطر بالفرحة. لان هذا خيط مهم بزاف. بحلش درس الخيط. سوف تقول لك المكتب ديال الطاكسيات. اعطوهم نمرة الطاكسي. في المكتب اعطوهم السميات ديال الشيافر بجوج. اللي كيسقود دك الطاكسي اللي كتنوب عليه. حيث واحد كيخدم الصباح. وواحد كيخدم في الليل. مهم السيد اللي كيخدم الصباح. عنده بعلاق. لان لو قيته. اللي. الكاميرا شد الطاكسي ركنت قريبا 12 دياللي. يعني اللي خاصهم. اللي عنده بيالغرض. وهو الشيفور دياللي. يعني غالبا هذا الشفور هو اللي كان صايق في ديك ساعة فعلا سدعوا المحقة كان عندهم وبدوا يحقوا معه بدوا يستجبوا ويسولوا وفي اللول ضربها بنكرة كيقولهم أنا ما عقل على التاشي حاجة وبزافة دير عشرين يوم وأنا شفور دير الطاكسي وكل نهار كنهز الأشكال والأنواع أهكد بناد من اللي يسولوا على ديك الليلة قلهم أنا ما عقلش نارا كننظر أقديل كاملة كنهز الناس بزاف وفي ملقية الكورسة كان مشي والكليان عندي تلانة أي وعد جهاندي كانت ديفي مبغى ولين المحققين كانوا متأكدين أن الشفور دير الطاكسي ما جل ديك الليلة إلا البنات اللي عيطوا له إذا غالبا راهم كليانات دياله من اللي يوريه وتسجيل ديالكاميرا أهناسي اللي بدك يدفاف بدك يدرعاده ويدخوله يخش بالهضرة المحققين من اللي لاحظوا أنه رتابك بدأوا يضغطوا عليه كي يزيروه كي لهم فعلا هذه البنات كليانات ديالي كي عيطوا لي وكنوصلهم وما كانوصلهم شغالها لها الفيلة ولكن نجيبوه منها كل مرة كانت ديهم البلازم نوبا نديهم منها ليلي نوبا فيلا نوبا دار نوبا بارطمة وما كانوصلوا لي كيتلا فيها مزيان كي يخلصوا لي الكورسة ديالي وكيضوبلوها لي بعد المرات على ثلاثة المرات كي يجيبوه للنشاة ما كان اللي كانشت ما ينفكوا معي طولي كان مشي نوصل قالوا له مزيان نحن بغينا يسميئة ديال ديالي البنات خاصنا نعرفهم شوناهم وما ينفكوا بالسيف عليها طعم سميئة ديالي البنات المحققين يكتشفوا أن ديالي البنات بجوجة رأى واحدة فيهم عندها 18 وواحدة ما زال قاصرة عندها يلا 17 ما زال صغيرة الكبيرة اللي عندها 18 بسميتها ناس البنة القاسرة اللي صغر منها اللي عندها 17 عام اسمي تهيبة هنا البوليس قالوا الموت الطاكسي شوفها الشريف هذه البنات اللي غادي تجيبهم لنا يعني انت الصنارة اللي عجيبه انت هتكون محل الطعب بجيبنا جوجبنيات يعني من اللي عيطولك هززهم وغادي قصد الكومي سريع عجيبه حتى لعننا حتى من اللي قلبه ما عرفوا العنوان ديانه لا في كي يسكنوا ما عندهم معنى هم تم معلومة ديقل وقيتها المحققين كانوا مكملين في خدمتهم كملين في التحقيق ديالهم من اللي رجعوا لتقرأة دي الطبيب الشرعي عرفوا ان البنات غالبا ماشي هم اللي قلبه حيث اسي تحايع لهم الزاف ولكن ممكن تكون عندهم علاقة واطيضة بالوفاة ديالدك السائح الخليجي هنا يبقوا كيف يفكروا من اللي شافوا الوقيتة اللي خرجوا فيها البنات يعني الوقيتة اللي خرجوا من الفيلا السلكا ما زال ما تقتلش هذا خليج تتوقيت الوفاة ديال وماشي في ذلك الوقت يعني غالبا ما أعطوهم مخدير أعطوهم منوهم وشي واحد جمورهم هو اللي تخلص منه هنا رجعوا الكاميرا المراقبة وزادوا تقريبا ساعتين ديال الوقت وفعلا يكتشفوا أنه جات واحد طموبيل جات من الطريق الاخرى يعني الطريق خراض الفيلا هذا الطموبيل نزوم لها جوج ديال رجال دائم من الكافون مخبي نجاهم جوج طواهب غلاض دخلوا الفيلا تقوا فيها بالضبط 45 دقيقة مره خرجوا من الباب كي يجري كي يجري وغالبا هذا الشاكوش سيكون عمر بالبوكي ديال الفلوس ولا ان الطموبيل اللي كان هناك من فيها راما كان باين فيها لا أرقام الأول وغالبا طموبيل محروق مقاتلة ما باين شكل صيغ ها هل من جاء راما من نهار جاء فعلا فعلا تقريبا واحد اليومين و سأعيد البوليس قال البنات معي طولي وقالوا لي سنين يجي عندهم يجي وراهم مع تقريبا 12 ديال الواحد البارتما البارتما هنا في السونطرفيل ديال اكادير المحقق هنا غير سمو على لادرة ومشوا مع الشفور ديال داكسي اركبوا معه شوية يوقف على دوكو الناس اركبوا معه بجوجات بنات ما زال صغرات الحواج اللي كانوا لابسا خرجوا ما لابسا كما قال عادي الامام لابسا من غرهودو بنات اللي الزين ديال هم شي حاجة اللي غريبة حاجة اللي كتضوخ هاي تشوف فيهم وخ ديال الماكياج وخ الحواج اللي لابس بشكل ولكن باينا انهم صغار بزاف مهم غير زم الطاكسي داهم مباشرة المركز ديال هم اللول باينا اللي دخلوا لمركز ديال الشرطة البنات هاي وقفو القبول القوميس ديال خلو هاي تتعادوا قلسوهم وقدروا كسولوهم غير سولوهم عن الخليجي البنات كانوا دير رأسهم مع قريج قالوا لهم احنا كان مشيو مع بالزاف ديال الناس بالزاف ديال الكلية كان خليجيين كان انصارة مغاربة وانحنا ما عرفناكم شعلها منك تضربوا بالضبط البوليس اللي اعطاهم العنوان اللي اعطاهم البلاسة في كينادي الفيلا اعطاهم السمية ديال السيد البنات قالوا احنا ما عرفناش ولا ان المحققين قالوا لهم إذا كنتوا ما عرفتوش الكاميرا رأع عارفة رأشدكم الكاميرا وإلا انتم من قتلتو غران ستخلصوا بناتو بجوش بهم لا ايناس ولا هيبة غير سمعوا القادية فيها القتلة غير سمعوا انهم متهمين بالقتل قدوا يتحكم بالإعدام قالوا لهم احنا ما عدنا حتى علاقة بها القادية احنا ماشي اول مرة نجي عن السيد هذا ارى قبل من ان اغيب واحد يومي بشينا عنده الضرد ياله اعطنا البلاغ كبير المبلاغ اللي ما عمرنا من ابي احنا كنا مع في الناس واشفنا حل واحد كفر كبير واحد كفر فور من اللي حل ه بين النا البوكي دي الفلوس كفر عام السيد كان غير يجبد ويعطينا احنا من اللي رجعنا عن السيد اللي مخدمنا اللي كسفتنا بقينا كان نعود له قلنا له النظار رأى فيها واحد الكفر فور في بيت الناس كفر اللي عمر بالفلوس قلنا له على الاقل عتكون فيه واحد ثلاثين تاربعين مليون هو ديكس الساعة اش قال لهم ايلا ولا عايت لكم هات السيد اغادي نعطيكم واحد المادة من اللي تكونوا جالس معاه غفل حاولوا تشرب بأي طريق قالوا اللي بونا سأطعنا واحد القريعة وغير استوى واحد يومين خالد ولا عايت لنا قال نأجوا عندي بات مائم وعاوت نأتي نأتي الله فيكم قال لهم دوز اللي لم جمعين وقال لهم فعلا مشينا عنده تشينا بقينا قاس نشرب ولا ان ذاك المادة لم لقين نشرب وعلا من اللي طلعنا لبيت الناس من بعد ما قد لنا علاقة جبت الواحد لكاس للشرب واخويت فيه القريعة فعلا وشرب وشرب وقال سمعنا واحد شوية وبدأ يغلب عليه الناس الدرجة لأن ذاك الليلة ما خلصنا شجاء تحكوا ما لقاش يخلصنا ما أعطاني فلوس لا أنا ولا لعبة لكسام اللي شاهدنا مباشرة عين ما نوظفة عيدنا الشفور ديال الطاكسي جا عندنا ودنا عند السيد اللي مخدمنا البوليس اللي يسول لهم لها تكون هدا اللي مخدم قال له اسمته أشرف واحد السيد مزوج وهو مراته هم اللي يجيب لبنة عندهم شبكة وهو اللي يسيفطون من المحققين واش كيتبشي وحتى عندهم البطار يعني هاد أشرف كيتبشي عندهم البطار قالوا له لا هو والأمراتورة كانت لقائهم غير في الزنقة إذا كنا نمشي بلاسة إذا كانوا يوصلون هم براس هم يوصلون مهم ما كانت لقائهم شو دارهم كانت لقائهم غير شي قوي في الزنقة المهم نحن نتخلص و كانت لقائهم في الزنقة وكانت لقائهم كل واحد يدعون النصيب ذلك الذي صورناه كانت لقائهم في النص ومراتورة تقولنا دي ما شوفوا إذا كتبتوا عليها سنتأكد من الكليا نعيده في التليفون ولا عرف ترعتكم كثير من هذا المبلغ آخر مرة سنخدمكم مع آخر مرة نعيد لكم ومهم لا أشرف ومراتور اسم خديجة يعرفوا كليان كبار يعرفوا كليان من الخليج اللي يعطيهم مبارغ كبيرة وذلك كنا مضطر أننا نخدم معهم بالمعقول يعني لا ندير شيء حاجة تحتف عندما حققين قالوا للبناء تبجوش بهم خاصكم تعيطونا لهذا أشرف ويمديروا شيء سباكي بمكان باش هو اللي يأتي عندكم وفعل البناء ذلك ما قاعد نمشيه معه رخفنا منه لقوا نحن وياك نفطرهم جموعين ونعود لك شنوق فعل الغدلي الصباح داروا معه في واحد القهوة ها أشرف جاي هو مراته مراته خديجة أول ما قلسوا في القهوة البناء والراوه المحقق قالوا ها هو ها ها هو مراته ها 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 سمح صبراتهم تولقوا البوليس دارهم ديهم ودورت الخاتم شدوهم اعتقلوهم ودوهم مركز الشرطة من اللي جابوهم وقلسوهم بدو كي بحثوا معهم أشرف مراته ونكروا نهائيا انهم كيعرفوا ذوك البنات نكروا انهم عندهم بهم شي علاقة لهم ولا الخليجي قالوا احنا ما عدنا تعالق به هالشي ديال الفساد ولي نحقي من اللي وراوهم الرقم ديال هم المكالمات من اللي واجههم مع البنات سمعهم الاعترافات ديال هم اشرف قال لهم ثلاث انا هذا خدمة ديال هدي خدمتي ل انا ولا امرأتي من اللي يسول اشرف على الخليجي على خليد اشرف قال لهم انا ما عرفتوش هذا اللي كتقولوا لي لي ما قلت شالي ان العلاقة اللي بيني وبالكليان هم البنات كنصفتهم كي يجيبوا الفلوس كي يجيبوا ذلك الشي اللي قسم الله كنفرقوا معه وهكا كنقلب عن الكليان سواء من الانترنت سواء من المقاهي سواء من الفنادق مهم لي ان انا كنجيب كليان وكن نجيب البنات وكن لاقيهم هذه خدمتي كندل الواسطة المحقق كان هنا ترى واحد الخطة اللي تكية خطة وحرة فرقوا اشراف على مراته وكل واحد فيهم يحقوا معه بوحدته المرات كانوا يسولوها كتقول غير ما نعرف ما عرفتش اي حاجة قالوها لها كتقول لهم شوف هنا ما نعرف هل راح تاهد الشي اللي كيد الراج لاشراف راح ما عندي بي حتى شي علاقة ولا ان المحققين بقاوك يضغطوا عليها بقاوك يزيروها كي يحاول يستفزوها احتغت بدأت اعترف بكل شي قلت لهم شوف انا واشراف النهر اللول كنا خدامين غير فوحات الباتيسري بجوش بنا بدين حياتنا بجوش بنا ما كانت لدينا حتى شي حاجة هو عائلة لقت الحال وانا عائلة اكتار منه تلاقي هنا في باتيسري تعرف نوع هو في الأول كان محترم والد عمر له الدار كان خدام على راسه وبعرق كتافه كان ارتمر كان غير عليها لدرجة ان النهار اللي تزوجنا يشوف من سعة تريح بحرك في الدار لا تكمل الخدمة ولكن من اللي تزوجنا كان هو جامع شوية الفلوس شباركة وانا كان عندي شباركة جمعنا ذلك الشيء ودفعنا في 1 طريق ما صغير ولا ان من الخدمة الفلوس دياله الخدمة تقدم يعني الصالر الذي كان يشد من ذلك الخدمة وخ هو شاف ذلك وخ وحريفة صناعية ولا ان الصالر مع الطريطة للدار ما يبقى نهائيا هم اللي تزيار الوقت يبدو المشاكين مهم يبدو بناتنا المشاكين السيد بقوة ما تقدم يدخل الدار قع ديما كان يبقى في الباتيسي كيف يبقى القوة انوية هلا تلقينا انا كان نغو صداع وقنا هكا حتى النهار اللي سيأتي ويفاجئ بوحد الفكرة اللي يشوفي عندي واحد طريقة انجيب بها فلوس سهلة مهلة قل كيف ادخل الهدف الفلوس قل لي شوفي اشتيا نويك ادخل واحد الخطة وانبقى ومدخل واحد المبالغ اللي يعيش بها مرتاح سيد قل كيف ادخل لها قل انت تبقى التليفون لهم وبقى التواصل معهم ديما قل احاول انك ادخل بهم للطاق وانا غير واحد المدة سنخلط عليكم وانت بذلك وقيت قل لهم تعرف معهم وانت اراج لها مصافر نستغل الفرصة واجهو عندي هيا المرة قل انت احمقونا ماذا الفكرة هذه ماذا هل هل يريد نفعل وانت اشرف ماذا قال لها انا اعرف ماذا نفعل انا متأكد ان ما كان شي واحد اللي ستعلي كسب ومجرد ما غادي دخل الطار يدوز خمسة دقائق عند ندخل كنجري عند دخل هالسا كالأساس اني عاد جيت من صفر ودك سان كشطو نعم بتزو عند شي فلوس عند تليفون اي حاجة سنحيد هالو هو ما يبغيش طبعا الاساس ان راجل حصل مع مرات اي حاجة سنحط سنقوم في حالات سنقسم هالو اياك مهم هم الناس اللي كانوا يستهدف هم الناس اللي لباس عليهم كانوا يدخل عند سيد الطال كان تبقى تغطر اياهم كان تضحك معهم حتى تقول لهم السيد هو خلاط الراجل يضوق يمكن تعرف اليوم في ميسنجر وواتساب يتخذ معهم التليفون ويتبقى شد معهم مدة طويلة حتى يتقو فيها ويتستدرج ومضبار حتى يأتي النهار يقول لهم راجل مصافر يأتي وعند يبت معي هذه الليلة سيد غيك يدخل الابر الطاب يدخل وزو 5 أو 10 رضقة راجل يأتي ويجريس مزيان حيض الفلوس حيض التليفون أي حاجة مهمة عندك يحيض ها مهم بها الطريقة أو يدخل فلوس صحيح أنا أشرف في مرات يقر أن الدار دي لهم يعني البلاس التي يعرف فيها الناس يجعل ها نقيا لا يقرب ها كلا واحد دوير أخرى وبقى مستمر لديك مدة طويلة ولكن رغم هذا كامل رغم هذا فلوس يجريس والناس لا يصبح قد أن يطلع عنده يعني مستوى حيات يطلع طماعة معهم يفكر في حواج غرين يطلع رأي أنا وياك لماذا لا يقرب بنات نضع بشكل شبك هذه البنات يصيب عند الرجال و ندخل الفلوس و يجعل عندك شليدار ولو يجيب بنات خصوصا الصغارات خصوصا الزوينات اللي يعطي للعين وهم اللي يتكلفوا بهم كيشوفوا لهم الرجال اللي يكونوا معهم الرجال اللي يعطوا فلوس كتير و يسيفطوهم هم اللي عليهم الغد اللي في الصباح يفرقوا معهم الفلوس في المص وهذه القضية وهذه الخطة بقوا عليها كفر عامر بالفلوس عدد أشرف الرجل هاجع عنده وقال له هاجع عنده عندي البنات اينا سهيبة القرم شوما وحد خليجي وذلك الرجل عنده وحد الكفر في بيت ناس عامر بالفلوس قال له ما لحسب ما قال له بنات ان ذلك الكفر سيكون فيه تقريبا 40 مليون المرة دي الساعة قال له شنو يدير هاجع عنده قال له اشتريك فلوس عندي وهالو انا اخذوها وانصفوها وعندي ربطي سري دي انه وانفضوه من هاد الوصغ كامل عن سمعو فيه ايه قال له لكن كيف عدد التخل عنده قال اردت هنا جبت واحد المادة منومة وعطيت ها اللبناز قلت لهم اتصل بكم حاول مليت شرب هالو وانتشرب هالو وانا سنتكلف بالباقي فعلا ذلك ما كان كان يوميا الخليجي او تصبر البنات وانتشاول عنده الطار وانتقوا معه اعطوا هذه المادة المنويمة ومن يعرف انه ناس تخرج بحالتهم من الطار وعطوا الطاكسي جاء عندهم تصل باشراف وقال له السيدره ناس وانتشاعة عارف رأسه انه ما يمكن له شيء يدخل بوحدته اعطوا صاحبه اسمه مصطافا امشا هو ويه وبالمناسبة صاحبه اسمه مصطافا احتو ركا داخل مع انفاد الروينا الروينا الوساطة شارك مع انفاد الشيء فيما يكون خالج صحيح يجيب له انه يجيب البنات يجيب الوساطة يجيب النافس لحرفة الأشرف يقصم مع البنات الفلوس هو مصطافا يحس بالراج ره نعز داخله عنده البطار نسوف واحد الكرسي وربطوه ربطوه احتفق من الذي قال له الكود الكوفرفور الراجل تسيد البنية الجسمانية قوية يحاول يتمنطر يحاول يقطع ذاك الحبل الذي يربطوه به يحاول ينطر ولا انه ما يكسع جبدو واحد الأداة حادة وبدو يعدبوه ينطر يطرب اليد يطرب الوجه ويعدبوه يبركو عليه يبركو على أدفار حتى يقول الكود الكوفرفور أول ما حلوه خضوه الفليسات ستفوها في الشانطة النيت وقرر انه يتخلص منه لأنه كان شايف عقل الملمح الملمح لم يكن متأكد أنه أول ما سيأخذ لك الضار ينطر اللوح في البلاس عائية البوليس يقول ما هو واقع والبوليس يخدمون معها خدمة نقية طبع رجال الشرطة سيجيبوهم في نهار هم مهم يطعن في الخليج حتى تأكد أن مات الزوح تأخذ النموس يأخذ الملايات كاملين سيجيبوه يجبوه خط حلل لا تخرج الريحة وفعلا يمشون الفيلا ودعوهم ودعوهم إعادة تمثيل الجريمة ورؤون كيف كان في النموس ينعز كيف يعدموه ويمن بالنسبة للأشرف كان يجبوه 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 من الذي تخلصنا منه الذي اغطينا لج ذه يجبوه 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 وقدت أخذت فوطع وقدت لصاحبي ضروري أن يجبوه أي بلله سأشكينا أن يكون فيها بصمات لا ديالنا ولا ديال وما يجبوه كل شي قل مسحنا الكسان فرعش العظاب الحمام وبيت نعز راح تنبو بصمات اللي بنا ما ونجبوها ونجبوها قلنا ما بغينا نخلي وحتى شي بصمات سدينا الباب خذنا الطموبيل ورجعنا في حالتنا رجعنا النيت من الطريق اللي جينا منها بالنسبة لأشرف هو صاحبه مصطفى دازل المحاكمة أشرف هو صاحبه تحكم لهم مؤبد على شهة عندهم القتل اللي عمد مع سبق الإصرار والترصد مراته خديجة مرات أشرف تحكم لهم 15 عام للحبس بالمشاركة وعندها الوساطة وعندها بالمشاركة تهي مشاركة في الجريمة أما البنات هم مشوا بتهمة الفساد حمد الله أنه لم يكنوا مشاركة في الجريمة تحكم لهم ثلاث سنين للحبس لنسبة الشفور الطاكسي لم يكن لديه حجة ودليل أنه كان فراث وعند يقع في الفيلا لأجي كان لنسبة على طرف الخمس كان وصل لهم لديه الخدمة ولكن لم يكن لدي أي علاقة به هذا وفعل المحقق بعد التحريات تأكد أن الطاكسي بعيد كل البعد كان يصل إلى البنات وعند أنه خرج الطريق وعند أنه يقوم ويقوم وليس لديه علاقة به الجريمة وهذا الشيء لماذا أعطوه البراقة ورطوفة الجريمة وهذا واحد ما قال بأن أبو الطاكسي راح تشوف الناس ما عندهم لا قيام ولا مبادئ هذا أشراف تعجر في الشرف دياله ريس كاب مرت يدخل عندها رجال هذا ما عنده علاقة لا بشرف ولا برجولها ولا بنخوف العوض ما يقلب على خدمة بعرك كتافه شو شنو ده مهم الناس كانوا يقلبوا على الفلوس سهل وصاف الله يكتب ياما كاتب الخير الله يخرج للمدار لعب باللعب لا رزقنا حسن الخاتمة ويجعل أخذنا حسن أولنا ويجعل نخفاف دراف على قلوبكم ويرزقنا الصحة والسلام وطول العمر والفلوس الحلال أخوتي أخواتي لزو بخير تقوم إن شاء الله في نفس المواعد صلى الله أخوتي أخواتي أخواتي العزاز السلام وعليكم قصة اليوم قصة مشوقة قصة وعرة قصة فيها عبرة كبيرة قصة اليوم قصة معروفة في مدينة طانجة نحكي اليوم لواحد بنت شمالية نحكي وعلى قصتها من الفقر الغنى من بعد ما تزوجت بواحد خاليجي من سلطنة عمان قصة مليئة بالأحداث مليئة بالمفاجآت والنهاية ديالها النهاية صادمة وما يمكن لحتش واحد يتوقح نحيا وإن بلا ما نطور عليكم في المقدمات نبدأ حكايتنا على بركة الله في سلطنة عمان كان يعيش واحد سيد ميته ساعي للملة ضابط عسكري كبر وسط من عائلة ميسورة أبا كانت عنده واحد الفيلا وعنده واحد مزرعة في الخرجة ديال المدينة اللي كانوا ساكنين فيها سايد كان هو الكبير فخوته إنسان بارب والدي متدين خلوق ويخدم المصالح ديال الناس يعني اللي وقف عليه كيلقاه الناس كاملا كيشهدوا هذا السيد هذا بحسن الخلوق دياله من بعد ما توفى أبا أمو أخوته قرروا أنهم يديروا الوكالة على الأملاك ديالهم كاملين يعني هذا الولد كانوا كيتيقوا فيه بزاف وفعلا كان أهل لها التقا من بعد ما يحصدوا المنتوجات ديالهم في الخرد العام من بعد ما يبيعوها يأخذوا هذيك الفلوس ويقسمها عليهم بالعدل بينه وبين أخوته الأم دياله بالتساوي كانوا عايش نبيع خير وعلى خير تزوج بواحد البنت من عائبته ورزقهم الله ربعا الوليدات في الأول كانوا كارين واحد ببارتما على قدل العالم أن سعيد كان ضد أنه يشي حاجة بالكريدي كان ما يحمل شريبة كان يجمع يتقاتل شوية من الخدمة شوية من المزرعة اللي خلى لهم بهم من الفلاحة العلاوات اللي يأخذ في الخدمة ديالو حتى قدر أنه يشري واحد فيلا كانت في الصند الفلا هذه اشتراها وستقر فيه ومراته ووليدته بخير وعلى خير من اللي وصل ال45 عام وبالضبط في عام 2009 في هذا العام كان كأس الخليج الدورة 19 وكانت الأول مرة سلطنة عمان كانت تاخد الكأس ديال الخليج وبهذه المناسبة صحاب سعيد اللي كانوا معه في المكتب كانوا يجمعوا كاملين يعني يتعفقوا ويذهبوا للقهوة يتفرجوا في المباريات مجموعين يخلقوا ديالهم بيونس بين ناسهم كانوا دائما يتلبوا من سعيد بشتهوا يمشي معهم حاولوا يقنعوا شحان من مرة ولكن سعيد كان يرفض ما يقول لهم يقولون القهوي هي أماكن للغو للهضراء الكثيرة القهوي أماكن اللي كانت تلاهي الإنسان على الدين ديالهم القهوي فيها غير السيئات فيها الشيشة فيها السبان فيها الهضراء الطائحة قالهم دوك بلايس ما شي ديالي أنا دوك بلايس ما لا يقنش بيا نهائيا وفعلا ما كانش كيمش معه ما مشا معهم لا في المارس الثاني في المباراة الثالثة جاء عندهم مسؤول دياله يعني السيد اللي كان شفع له قاله ساعد عشنو بلايك تمشي معنا اليوم ساعد قاله ما يمكن نمشي دخور قال له يا ساعد الدين راهدين يوسر وما يمكن لك بقى سد على رأسك وخصك مرة مرة تخرج خرج من هالحالة اللي داها الرأسك خرج من ديك لازون كونفور اللي انت عيش بها ما فيها بس اليوم غير على وجهي يلا تفرج معنا قاله البلاد كلها ركت تفرج اليوم ساعد حشم ووافق قال الشف دياله بانه غادي تلاق ها وفعل ذاك شي لي من اللي قلس في طبلة دياله جات عندهم واحد البنت باش تاخد طلبيات اللي كانوا باغين يعني شنو تشرب بنتها شنو تشرب بنتها شنو شرب ساعد من لي شف تصدب قال لصحابه بانه ما عمر وفحياته شف شي بنت كتسلبي قال لهم هذي اصلا حاجة اللي ما خساش تكون بلاصة عامرة بالرجال بلاصة اللي فيها كل رجال كل نضحكوا مع بعضياتنا ونرى حالتنا ماشي سوقنا فيها تخدم ولا ما تخدم ذاك شي عنده علاقة بها هي كيقولوا بان هذي البنت كانت مغربية وعايتها مفحال هومش واضطرت انها تخدم باش تصرف عليهم درالي كيتفرج في الماتش وساعد من هيا مع ذاك البنت كيف يفكر غي فيها البنت بقعت فيه وكان ناوي انه انصح كان كيتفرنا غي امتيس لها هذك الماتش غي سالي غي يمشي ويهضر معها وفعلا ذاك شي كان من بعد ما خرجوا صحابه قال لهم غير سير انتما انا واحد شوية وغير اللحق عليكم انقضي واحد غرض مهم وانتبع غي شاف هم مشاو مشا عند هذك البنت وبدأ يهضر معها البنت اسمي تهزين القص ديالها من المغرب من مدين الطانج قال لها اختراج انها غير منطقية انها بنت تخدم مستر الرجال البنت بدت تشرح له الظروف ديالها قلت ليه بلي وليديها ما في حال همش واضطرت انها جيد سلطنة عمان باش تخدم عليهم بلاسة بحال هذي تستري لا تقعيش لبسي بحال هذي الحواج الحواج بحال هكا وستر رجال راح 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 اغلبية ديال اللي كان هنا كل هم رجال و90% من هم يشوف فيك بواحد طريقة دونية هذي الناس غيطة معنفك زين بتأثرت بالهضرة دياله قلت له بان ما عمر الشي واحد ما هذر معها بهالطريقة هذي ولا نصح كما دره قلت لأغلبية الناس اللي كيجيو باش يهضروا معها كيكونوا غيطة معين فيها وقلت له بان هذي تفكر في هذي الهضرة اللي قال لها وعدات بهالشي ساعد رجع وكمل حياته مع عائلته عادي وفي نفس الوقت كان ديما كيف زينب زينب فعلا كانت بنت كيت تسلم العقول بنت زوينة دانس وحد 15 يوم ساعد عاود رجع القهوة واصحابه مجموعة شلة كاملة هنا تفاجر بان زينب وقفت عليهم باش تاخد طلب يدي لهم وهي لامسة واحد العباية ودائرة الحجاب زينب كانت بنت زوينة بالسر والحجاب زادها جمال على جمال ساعد مليشا فيها تصدم بقى مبهور بها وتفاجأ انها اقتنعت بالهضرة دياله بهذه السهولة تفاجأ انها اهتمت بالأمر من اللي سالة المارج عاود سحابه ومشوا بحالهم وقال لهم انا امقى واحد شوية عاود غادي نمشي للطار يعني قال لهم غاي سير ومكاين لاش وقت ما احتجتيني اعطي لي في تلف مشا الضار وكيد ان المكالمة ديالها على فارغ الصبر يعني كان يظن بانها غادي تصنع عليه غادي تهضر معه ولكن زينب لم تصنع لها من مرة ومع عمرها عط لف ديك النمرة بقى صبر حتى ديالش شهر ساعد عاود رجع القهوة وهذه المرة كان غيب وحده ما جاوش مع صحابه طلب من زينب انها تقلس معه لانه بغير يحضر معها في واحد موضوع مهم قل استحدى قل لا اسمحي بغير تنسولك واش انت مزوجة ولا مخطوبة ولا مرتبطة قلت له انا ما مزوجة ما مخطوبة ما كان عارف حتى شي واحد قل له يلاجك والناس اللي بغير تزوج بيك قلت له كان مقتدر ماديا وقال انه يصرف علي وعلى عائلتي يعني يصرف علي هنا ويصرف على عائلتي لك هنا في المغرب لكان قاد ما عندي تشي مشكة قل له اذا كان السيد كبير في العمر ومزوج وعنده الولاد اش غدا تقولي فيه قلت له شوف شرع حل الربعة ولكن مشكة قل له شوف بالناس هاد الشخص اللي كان هادرلك عليه هو انا من النهار شفتك وانتي عجباني ومن ليدرتي الحجاب زدتي كبرتي في عينية ومن هذا النهار بقيت كان فكر غيف فيك وقررت انني نزوج بك زين بوافقت عليه وقالت لي بأن ضروري خاصة تهدر معمول القهوة باش تخرج من الخدمة ديالها فعلا من بعد ما مش ساعيد زين مشت عند القهوة الجنسية ميصرية قلت له بأن ساعيد رأتقدم الخطبة ديالها وبغير تزوج بها في اقرب وقت والقهوة تصدم قال لا لا أنا اللي خلصت لك الطيارة أنا اللي درت لك الكون تراد الخدمة خلصت لك المصارف ديالك كاملين الإقامة ديالك وكل شيئ اللي تكن صرفه ولك لنويات زوج رجعي للمستحقة ديالي كاملة واتعوضين الى هاد الفترة كاملة اللي دوزت عندي زين بتفاجأت هي اصلا ما عندهاش الفلوس باش تعطي هاد الشي اللي يطلب باش تخلص له ذا الشي اللي يسال لها ما عندهاش تصل تمساعد وعودت له هاد الشي هاد كامل سعيد اش يقول قال شوف مده الزهم لحت شي حاجة مل قهوة انا غادي نجي ونهضر معه والحساب اللي بينك وبينه انا اللي غادي نصف وفعل من بعد اسبوع سعيد جاء عندك مل قهوة اهضر معاه قدروا التعويضات اللي خاص يخلص له وخلص هم منوك كاملين كاش مش عند زينب قال لها بانه في القانون العسكري الداخلي ديال دولة سلطانة عمان العسكر ممنوع لهم انهم يتزوجوا بنات اللي ماشي من الجنسية العمانية يعني قال لها ممكنش ليه انه يتزوج بها هنا في عمان قال لها خاص ننزلو بعدها بجوج للمغرب وديك الساعة انزوج ندلو العقد تم قال سير انتي وانا لحق عليك باش نتزوج في المغرب بلا ما يسقط شي وعد الخبار دي عنا زينب شكت قلت له شنوع يضمن انك غادي تتبعني شنوع خلي ننتق فيك انك ما تخوي بي تخلي نتنزل المغرب وتصدق ما جايش قاع عندي شدار هو باش يطمأنها وذلك شكا اللي اعطي الوالدها من صداقه ومن كل شي وفعلا زينب بدك الساعة تقت به خضعت هذي فلوس جمعت حويجاتها ورجعت لبلادها من اللي وصلت والدها كانوا فرحانين بالزعاف مع العلم ان سعيد راه ما كانش واحد ميسور ماديا يعني كان يعيش على قدو عنده واحد صالر اللي كيصرف على عائلته وعنده دوك الارباح ديال المزرعة اللي ما كانش شي ارباح خيالية يعني السيد كان صعيب عليه حل جوج ديور بشكل الخدمة وطلب منه باش اعطي واحد تكون جين مدة ديال وشهر على اساس انه غادي يخرج للدول اخر كيف ما كتعرف رحت في المغرب في القانون ديال العسكر والبوليز ضروري خاصة تتعلم انت تسافر دولة اجنبية السيد ما قال لهم سأتزوج وانتزوج في المغرب قال لهم انا سأتزوج صافر وصاف اما عائلته مشا عندهم وقال لهم حقارة جاءتني واحد مهمة في واحد المنطقة صحراوية وبياني غادي نغبرت مما المدة ديالشهر ولا ما كنش تريف مرة توجد هذا شي حاجة اللي غريبة ولكن السيد كان معروف معقول تقت به ساعد قاع الناس كانوا كيشوفوا فيه بواحد طريقة ايجابية السيد ملتزم والاخلاق دياله مزيان جمح ويجاتهم شل المغرب وفعلا لقاب ان العائلة ديالزينب الواحد الناس اللي بوسطاء ناس فقراء دارهم كانت علاقة دلحال في واحد الحي شابي اصلا ديك الدويرة به بزاه احيطي رو به بالفرح كيضنوا بان هو اللي غدي خرجهم من الفقر زوجت زينب وساعد ام شاوس كنو في واحد البرطمة كلا لها واحد البرطمة في حي راقف مدينة طرجة دوز معه تقريبا المدد العشرين ايه ام اللي بقت عشر ايه من اللي يحس انه قرب يرجع بحالاته زينب قاتلو انها بغت هضر معه في واحد الموضوع مهم قاتلو شوف الصلير ديالك ضعيف واحد هذك الارباح اللي كتدخلها ماشي ارباح اللي كبيرة يعني ما يمكن لك انك تصرف علي وعلى والدية وفي نفس الوقت تصرف على عائلتك فامان قل اشوف انا ما ازوجت بيك الا وقاد بيك وكن على يقي انه كل شهر عطوص لك الشهرية ديالك قلت له شوف انا ما يمكن ليش نعيش به الطريق ما يمكن ليش نبقى عيش في المغرب ونت تمشي واجي عندي مرة اولى جمرة في العام وعاد يدع عائلتك ما يكون اشعر في اني اصلا انا عندي لك واحد الحل الوحيد كان منطقة سياحية في مدين الطنجة يتباعوا عمارة طراقية وكن على يقين ان انا شرين شي واحد منهم رأى هذا هو المستقبل ديال يدخلون الابع خيالية ساعد من اسم الله بقى يضحك كان مع عمارة قل من اجيب هذا الفلوس كامل باش نشري عمارة قلت شوف هات مش يتاخد كريدي قال انا الضار ديالي اللي ساكل فيها انا ومراتي ولادي رأى سنين وانا كان جمع في الفلوس باش من ناخد قرض ريباوي كريدي اللي فيها الريبا ودبا بكل بساطة نمشي لناخد كريدي هادي شي حاجة اللي بلا ما تفكري فيها نهاية هادي مستحين ديرها قلت شوف كاين بونوك اسلامية قال لها البونوك الاسلامية عندها نفس المبدأ ديال البونوك الريباوية زينب هنا ما بتتش ديها اجتهدت ومشي تقلب على الفتاوي اللي كيقولوها في هاد الموضوع ديال البونوك الاسلامي السيدة دارس اصلا الشخصية ديال سايد عارفة بانه واحد انسان اللي لينية ممدوش ما عارف ما فيش تحرميات وذلك شيء اللي حاول التقنع بطريقتها سأتسمع في هاد الموضوع وليحيت عليه بزيار ديال المرات كل مرة كانت تجيب له اتبات في شكل لا من القرآن ولا من السنة في الاخير سايد اقتنع بالهضرة ديالها ومن بعد ما سال شهر ديال كون جي ديال في المغرب سيزيد وفيش رجع العمان قد دنيا مقلوب عليه اعطوا كيقلب الخدمة نايدة عليها الروين تم مرتهم للحق سؤولته وقال له فيك انتي بالسلام عسين قال لك تخد قل ما تكذب ش رهما من بعد الشهر ديال كون جي الخدمة جوا عندي وصول عليك وقال لي بأن ك خرج تسافر من بلاد خورا وما عدت رجعتي يعني الشهر ديال كون جي تقاد وازتي مددتي قال شوفي سنجيك من الأخر انا راني تزوج بواحد البنت مغربية بنت اللي بنت اللي غادية في طريق مشي يديك وانا حاولت ان ارجح الطريق ونهديها لطريق الإسلام قررت انا نتعاون معها ونسترها وندفع الاشر وزايد اشترا على حل الربعة وحق انت اللول وما كان لجي بلاستيك مرات وما تقبلت هذا حضرة خصوصا انها بدأت معها من الزير وصبرت معها وعيدت الناس اللي لابس عليهم فايت في المستوى الاجتماعي وخلق شي كامل عاشت معها قبل اسبيه وسكنت معها في واحد بارتما صغيرة على قتل الحل السيدة بقت واقفة مع احد ابن الفيلا ديالو اجدر الدكساء مساقط الخبار جمعت حويجاتها اهزت وليداتها ومشت لدار والديها ايو ساعد من المش للخدمة لقى دنيا مقلوب عليه لقى بانهم وقفين من الخدمة السيد دشهر ديال الكونجي وما زال حد الآن زاد شهر اخر وما لتحق بالعمل ولكن بحكم انه كانت عنده علاقة طيبة مع المسؤول ديالو اعطر معه ارغب شوية طلب منه انه يسمح له وذلك الشيء اللي كان ولكن كان ضروري خاص يخلص الحق كعقوبة ندال له قطط له ذلك الشهر الذي زاد يعني ما خلصوش يعني ذلك الشهر مواعيب وعرع لك عقينك بنتنا صبرت معك ووقفت معك حتى ووقفت على رجلك دابة باش تجازت لها مشيت وتزوجت عليها المهم سيدي بنتنا ما بقعت شبغة تكمل معك وبنتنا لها طالبة تطلق سعيد ما كانش عنده اصلا مشكل وما تفوت حتى معه سيدي تخب مرة في الاولى بحل تطلق قلت شوف انا اللي صبرت معك انا اللي ووقفت معك حتى بنتي هذا دار مستحيد ان اخرج من هذا دار كما هي ديال كره ديال انا وديال الوليدات وحاليا ستحيد من انت حرم معدية سير شوف ان تسكن ولادك لا سنحرمك من ولادك سنسكن في دار لا سنشرط ويبق هنا يكبروا المهم ساعدوا في هذه الفترة هذي مشاكرة واحد بارتما في نفس المدينة اللي كي تكون فيها كرا ديال بارتما بيد ما قعد شوية امور المادية بشير واحد البنك الاسلامي وقال لهم رابغيت كريدي الماكسيموم ديال كم اكتر ما يمكن تعطيوني اكبر مبلغ ممكن ياخده من عندهم فعلا نخضى هذا المبلغ وعيط الزينب ورسلي الفليزات من بعد هذا تقريبا باسبوع زينب عيطت له تصل به وقالت شوف المبلغ اللي سيفتلي راه معي كفين حتى باش نشري الارض وذيك العمارة راه غالية بزا كال زينب مني غدي نجيب لك الفلوس انا راه ما عندي وانتي عارف عش نوك راه من غير الخدمة دي ما كان مصدر آخر للدخل قلت له شوف لك انتي بغي تعيش باخر وعلى خير لك تبغي انك تستطرف علي وتستطرف على عائلتك راه ما عندك شي حل آخر من غير هذا وزايد انا ما بغيش نبقى في المغرب انا بغي نجي عندك العمان بغي كان بغي مسكين غائم تجمع مع زينب وشيد ويرب بحديتهم اي حاجة قال تعالو كان يديرها بلا ما يفكر في الخدمة دي لهم كان يعطوهم الكريدي ولكن سعيد لم سبق لستفد من الكريدي بحال ومع صحاب الخرية بحكم انه كان ضد الكريدي اللي فيها الريبا ولكن هاد المرة نازل للمبادئ ديالو بش عندهم وطلب منهم عاود الماكسيموم ديال الكريدي يعني طلب مبلغ كبير شدك المبلغ عاود وعاود صيف طول زينب اي طليها توصل معها وقالت له عاود بان هذا الفلوس راه ما زال ما كافي خاص كتزيد قال دابا ما بقى لي ميت زاد فعلا ما بقى عندي من أنا عان ديالك واحد لحل ونمتأكد انه من بعد هاد شي كامل غادي تعوض هاد شي اضعاف مضاعف قال لها اتبعت الضار والمزرعة لان سبق لك قلت لي بان موك وخوتك دير لك الوكالة واعتبعت الضار اللي سكن في همراتك لان اصل الربقة بسميتك قال لها اي وهما يمشي ويسكن قال لها شرط على هذا السيد اللي عايش لهم عندك انه ما يخرج هم من الضار حتى تدوز لمدة 6 شهور وانا كان وعدك بان الفلوس اللي غادي تخسرها غادي ترجحها قبل من هذه 6 شهور هذا يعني ترجع فلوسك وعيش لك الخير ساعد كان واحد انسان دمدوم مسكين نية اللي قلت هلوزين بكثيقة أو فعل مسكين قرر انه يبيع الممتلكات لعائلته الفيلة ديالو الفيلة ديالو وليديه قرر انه يشرط ويدير قاعدك الشي اللي قلت لوزين سيد كان معمية له الباصرة بمعنى الكلمة المهم شاعد واحد السمصر اللي كان معروف بانه صائد جوائز يقلب الهمزات يشرع العقارة من الناس اللي عندهم مشاكل مالية الناس اللي حصل بشي سي زي ولي بشي عاجة يعني الناس اللي باغن مثلا يهاجروا باغن يهربوا من بلاسة يبيعوا من نص ثمان يقردوا الاملاك ديالو ما عنده قل له انا باغن باحد الفيلة واحد المزرعة ثمان هو رخص ولكن الشرط لا تنزل عليه باللغة نبيع لك هذه الفيلة تبجوش والمزرعة لا تخرج الناس اللي ساكن في الضيور يعني يجبون الفيلة تبجوش حتى تدوز المدة دي 6 شهر السم صار وفق على هذا العرض العرض كان مغري ومور ربيح بالنسبة كان يظن بأن الناس لا يقعجوا رغير الناس كارين عنده ونسيقوا الخبر السيد باع يخرجوا في البلاسة ساعد بعد الممتلكات قرر أنه يرجع للمغرب ومعلم لخدمة كان يظن بأن صاح في السيد قطع الواد ونش فرج له بالله هذا المشروع العمارة لا يجعله أصلا يحتاج لخدمة دي ساعد من المغرب ألقاء النازين ببتوك الفلوس اللي صفت لها خضعت الواعد بالبيع خضعت بسميتها ودعت العمارة بشيشوف السيد غيشة فهات تبهر بها سواء بالجمالية دي لها في نيسيون الرقي دي لها الموقع اللي كانت فيه أنا أعرف بأن هذا المشروع مور بحمية في المية كملوا ذاك المبلاغ اللي كان بقي خاص وتكاتب معهم مولاها سعيد كان كيتق في مراته لدرجة كبيرة سكنت ياويا في بارتما من ذاك العمارة بارتما جاءت في السفلي الشقق الأخرين كائنا اللي كراوهم للشهر وكائنا اللي كراوهم للليلة وفعلا الشهر الأول دخلت عليهم أرباح كثيرة سعيد كان فرحا بزا ولكن ذاك الفلوس مبدعيا مخدم من هذه ريال ختم ناوال ذاك الفلوس كانت تقنعوا بأن خاص يدروا بها الإصلاحات وذلك اللي بقي ناقص قناعات بهذا شي كتلو شوف ما ناخد شي حاجة من الأربح حاليا ما زال عندنا الفينيسيون وما زال عمل حاجة وفاش كان يجبض لها عائلته ويقول بأن خاص يصف لهم بش يعيش أصلا بقى ما داش المدة اللي دارتين مع السمسان 6 شهور بقى ما داش ومن بعد الشهرة على التواجد ديال ساعد في المغرب واحد نها زين بقيت له بأن ها غاد تمشي تحضار لسبوع ديال الختاء ختاء تكون في مدينة أخر قلت له شوف انت بلا ما تبشي معي خلي يكتم باش بقى مراقب العمارة وبقى مراقب الأمور ديال ربو ما يحتاج شي حاجة انت غاد تكلف واحد ساعد كيت فاجأ بأن وصلته استدعاء من طرف المحكمة ديال استدعاء لأساس أن زينب رفع عليه الدعوة ديال الطلاق ساعد تصدام ما فهم تش حاجة كيف هش الفلوس اللي بغا تعطيتها لها الشرقة عمري كامل ودية عائدتي داته العمارة كتبتها في اسم ليتها ودبا ستطلق مني فين المشكة شنو درت أنا خعيب السيد معرف رأس بشتبل نيشن مشال الدار ديال زينب مشال دار ديال عائدها عائدها كانوا كيسكنوا فاحد الحي شعبي كما قل لهم هش نوقح هش نوقح أرا بنتكم ديت لي رزقي كامل بنتكم كشتطني شنو قال قريب هولي كين قال شوف انت اللي اختار ريتها انت اللي بغيت تزوج بها تا واحد مفرض هالك وحتى الفلوس رأ عطيتها لها بخاطر خاطرك وزا يدون بلا ما تستط عليها راسي أنا ما سوقي شفعت شي هذا صدع كون فكوه بيناتكم ساعدني يا دارت به ارجعت في الدار كيفكر وكيف يخمم شنو غادي يدير من اللي دار الساروت في الباب وبغي حل الباب ديال بارتما اتفاجأ بان الباب ما كيتحل ش ساعد في اللو المسكين كين كيتحبلو غير يدو بقوة الرعدة اللي كيتحل الساروت ما قدرش يتحكم قدرش بقى يشوف قال له قدرش اين ساروت قال زينب رهد تصلت بها وقعت لي بتدل القفل ديال دار قدر يغي اخر الساعد منها سير شري قفل وبدل قدرش كيف بدلت القفل العمارة رهد ديالي قال رهد انا اعرف لها عمارة ديال او انا اعرف غير الوراق العمارة مكتوبة في اسمي زينب وصاك ديال 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 الاحواج اراها مجموعة ومحطوط عندي في البيت ديالي ساعد هنا بقوة الصدمة ومسكين عليها ومسكين لديك البلاس عندي اعزل كونسيرج ودان سبيطة من بعد ما فق من الصدمة بدأ يصنع زينب في التليفون ديالي تليفون اتصلت هي به قلت له ساعد قبلها لا تقنع تبراسك جمع وليدي حويجاتك ورجع لبلادك المغرب ما تبقى عندك ما تدير فيها قال لها وفلوسي ورزقي ياك عطيتك كل شي قلت له شوف اعطيتهم لي على خاطرك والقانون حاليا يقول بان العمارة مكتوبة بسميتي واحتى العدول اللي يكتب لنا انا اللي خلصت ماشي انت قلت له شوف كبل ما لكرشك ما عندك ما تصور مني ساعد ما يقدرش يرجع العمار شنو يقول ام دياله شنو يقول لاخوته شنو يقول لمراته ما بقى عنده ما يقول له باع لهم ارزقهم كامل وهما قلس فيه قرر انه يبقى في المغرب واحد الوطيل اللي علاقة الحال انه اصلا الفلوس اللي كان بقى معها فلوس قليلة ما غداش تقدر انه يكري شيء مزيان بقى قالس في ذاك الوطيل ويخمم مسكن بالليل والنهار شنو غادي يدير شنو خاص يدير مرض فصح ما بقى قد تحتية كل قوة التفكير من بعد ما ستشهور على البيع الممتلكات اللي يباح هم سعيد لذلك السمصار هذا بد سالات المدة التي كانوا متفق عليها متفق على ستشهور هيا كملت السمصار وقف على العائلة سعيد ويطلب منهم انهم يجمع حويجاتهم يجمع عشطائطهم ويخرجوا له من الضار الناس بقى ويضحكوا قالوا الواقع لارك غلط في العنوان ضار هاديرا دي البوانا هاديرا هارزقنا قال لهم السيد اللي باع ليا قال لي بأنكم غي كارين من عندهم وكشرط في العقد طلب مني اني نعطيكم مهلاء دي ستشهور وداب المهلاء رها داست الناس مساكن ما بقوا فهم حتى شي حاجة سولو بالضبط اش نوقع هو وعضهم التفاصيل عاود لهم القصة كاملة الاساس ان سعيد هو اللي باع له بالوكالة اللي يعطين ها لهم الناس لم يعرف فراثهم لكي تشتب لهم دار هاديرا السيد يعني لم يمكن لهم انهم يبقوا جالسين فيها جمع حويجاتهم وما بقوا عارفين فين يصد انا طاحت في بالهم مرت اللولة قالوا بما ان هذه كرها دار ولدنا خاصنا نمشي ونقلسوا فيها حتى نعرف مواقع السيد اصلا غابر كان صوني وله التليفون يالو طافي اذا ما لدينا ما ندير ونمشي ولد دار ونمشي عند مرات ساعيد الفيلا يالو ايو يدقوا ما جاوبوا محتى شي واحد صوني ولها في التليفون وعودوا لها قاعدك شي اللي وقع لهم قلت لهم رحت انا وقاف علي السمصر وقال لي نفس الهضرة يعني احتى دار الساعد في الصونطرفيل يعني الفيلا الصغيرة راها تبعت ولكن البنت رابن عائد قلت لهم شوف انا ما غاديش نخلي لكم شردين قلت لهم اجي عندي لضربة ومن بعد ان شاء الله فلاش توقفوا على جليكم وتلقوا الكرة قاعدك ساعد سيروا في حالتكم يعني مسكينة صدقت بت الناس ما اخوتش بهم واخارها طلقت من ولدهم ساعد هنا اخوته بدأوا يجري ويجري ويقلبوا عليه فينا هو خاصهم بعدها في الأول يعرفو غير في الكاين باش يشرح لهم هذه الحجية اش نوف فيها لماذا ساعد في الخدمة قالوا لهم بانه زاد بحاله ومعلمهم بحتاش حاجة واحد صباح تصبح غابر تلقوا مع واحد صاحب اللي كان يعود له كل شي قال لهم بانه ساعد تزوج بشي بنت مغربية وبيان اخر مرة راه قال له بانه غادي للمغرب عندها عود لي شنوق قال لهم باللي ساعد ما قال لهم يظن بانه السيد عنده قهوة جنسية مصرية ربما يكون عنده معلومات لتفيدكم حيث يعرف السيدة اللي تزوج بها ساعد وولد اخوة ساعد لماذا عنده السيد هذا مصري وقهوة لماذا عنده وصوله قالوا لهم عندك النمرة التليفون لك البنت اللي تزوج بها ساعد قال لهم فعلا البنت اسمت هذين مغربية وكانت تخدمها عندي وساعد هو اللي جا تفهم معي وعطاني التعويضات ديالها لأساس اني نسمح لها ترجع للمغرب كانوا ما كدبش عليكم را كان عندي الرقم ديالها ولكن مؤخرا كان عيد را عرفت بأنها بتلاجو ولكن را كنا واحد صاحبتها كان تخدم واحد المعمل ورامو كان يكون عندها معلومات ربما تكون عندها النمر التليفون ديال هذه البنت خد ساعد مشاول لك المعمل تلاق مع صاحب زينب صاحب زينب قلت لهم بأن كاين عندها نمر تهج جديدة ولكن رامو لم توصل معها خطو من عندها الرقم زينب وعيطو لها جاوبت سولوها إلى ساعد قلت لهم بأن تلقت من ما بقى مع وعطات هم الادريس لذلك الوطين اللي كان قلت فيه قلت لهم شوف أحسن حاجة غادي يديروها هو أن ترجعوها العمان أصلا ما بقى عندهم ما يدير هنا ولدكم بقى غيم برز نفراسي غيم من كد علي حياتي أخو ساعد قدروا أن يتواصلوا مع ذاك الوطين اللي كان قاد فيه أخوه طلبوا منهم أن يدوزوا لهم سعيد لكي يدار معهم التليفون وفعلا جاوب هدار معه وعاود لهم ما وقع هو كيبك أخو لم قال له شي حاجة قال له شوف أن أصب طريق أحد مبلغ دي الفلوس قطع به ورجع بحرك العمان ومن ترجع لديك ساعة تفاهم أصلا لديك مدير سما في المغرب ساعة توصل بذلك المبلغ سيفطول الفليسات جمع حويجته ورجع العمان ولكن غيوصل احترج له سما اكتش بأن كل شي رفع له داور أمه أخوته مراته اللولة يقول بأن أباع الممتلكات لهم بلما يأخذ مراته كانت داعية عن النفق ودعية على الدار اللي كانت تلك الفليا اللي في سونطرفيل اللي ضربت معاه تمارة فيها حتى ابنها في الخرباح حبله شواره البونوك حتى هم داعين لأن يخلش طريطات ديالهم أيوة من يمشي الخدمة ألقاهم وقفو على الأعمال ساعة تصدم ما لقى فين اعتراس لا يمشي لا لا يمشي لا يمشي يمشي عندك سيد من القهوة المصري اللي كان خلص التعويضات ديال زينب وطلب منه انه يخدم أعطاه واحد البيت وقال له شوف عادخضن مقابل ماك لتكو شراب وانا تكشي حاجة قليلة باش تعيش وصف شوف السيد كان عايش باخر وعلى خير حتى يشعل الفخر الشيشق ويتسخر على الناس حياته تقلب 180 درجة تسير بقى واحد ديامات ولكن لا يصبر على هذا السيست خرج من القهوة ويقول كل مرة يمشي عند واحد من صاحبه يبقى عندهم ثلث ايام اربع ايام الناس يمشي ويقنط منه فالاخر يجري وليه لديك مسؤول في الخدمة يرغب فيه يطحل على رجلي يقول رجعني لغبتي بدأ يبكي ليه يعود يعود له السيناريو كامل لحياته التي تدمرت الوليد المرأة والبونوك كل شيء ندعي يقول انه لدي واحد لحظ تخدم ولكن لا تبقى ضابط ستضيق هذا ويقوم تخدم في منطقة صحراوية بدون مقابل مدة ثلث شهر ساعد كان يحاول انه يطلب السماح من مؤخوته وحتى من مراته ولكن كلهم رفضوا انهم يسمحوا له كي يبلهم بانه هو اللي شرد هو اللي يضمر لهم حياتهم بمعنى الكريمة دالوا فيه اهتقى وغضرهم فعلا انتقل منطقة الصحراوية وبدأ خدمت كان انسان معزول على العالم مكانش قاعد يعيش بشكل طبيعي كيشوف انه حياته مشات قاعدك شي اللي بنه في سنين كل شي مشا سيت تعرض لأكبر عملية نصب في حياته قاعد هكي حتى الواحد النهار النهار كان قاس بالخيمة دياله ان المنطقة مش فيها ديور رغيخ يا ان العسكر كان يخيم في بلازة العسكر كان تعيش يسمى واحد قرطاسة واحد طلق ناري من يمشى ويجري وفي الخيمة اللي فيها سعيد لقوا السيد انتحر يعني يشوف ذاك الانسان المتدين الخالق هاللي كيعرف غير الدار والجامع حياته ضمرات ما بقى شك يفكر السيد رهى اقتر راسه انتحر هذ القاعد يدر تضجف عمان كل يهدر على المغربية اللي انصبت على ضابط عمان المغربية اللي بيعاته اللي وراه اللي قدامه وشرطت له عائلته كاملة مغربية اللي كانت السباب انه انتحر في الاخر قاد يدي اليوم سالات اللي بغيت نقول لكم ان الانسان معمره يبيع المبادئ دياله على قبل شي واحد ساعد من لي عرف زينب هو كي يبيع في المبادئ دياله باع عائلته اللي ما عمرون وانه يديروا في حياته يعني باع الدنيا وباع الدين وباع كل شي السفادة اللي سيأخذ الواحد من هالقصة من غير انك ما ترتقف حتى شي واحد لان الواحد يدخل سوق رأسه بشي تلقاه على اساس انك تفرج الماتش بشي تلقاه على اساس انك تفوج بعصحابك قبل ما تبقى تجداد اش دخلك انت في السرباية دائرة الحجاب وانك تسرب وسط الرجال ها انت دخلت الديل الاسلامي وهي خرجتك منه تهدرت الى الحجاب اياس دقات تسبت لك انك في اللي واخدت كريدي كريدي ريباوي في اللي خرقت التراس قاع واختر الدنيا والآخرة دقة واحدة وحد السيد صاحبي كانت ورثت مرت واحد رزق قلت لون اكتب لك بارت بسميتك قال اشوف يا بالنس كتب يرزقك بسميتك انتي ما تكتب بسميت حد اياس تقول انا تايقى فيه كنت ما تقدرني تتود الناس يقول اتي تايقى فيه انا ما تايقى اشتفرسك تقول ايا كيف ما تايقى اشتفرسك قال لما كان تايقى شيطاني يقدر يلاقي زمان مع شيء واحدة قرطازة تبعي يعني اللي قدامي واللي موراي وانصدق باع لك تارزقك شوف هيا جابت هالظروف حتى لقيت قصة كتعبر على هذا المعنى تماما وذلك شيء عجري انا كان خاف من المستقبل كان خاف ان الزمان يضور لشيء سبب من الاسباب وذلك شيء عجري كان نقول الله يكتب لنا مكاتب الخير الله يخرجنا من الضر العب بالعيد والله يرزقنا حسن الخاتبة ويجعل أخنا حسن من أولنا ويجعل نخفى في طرف العقلب كم ويرزقنا الصحة والسلام وطول العمر اخوتي اخواتي ترزوا بخير تقوه ان شاء الله في نفس المواعد صلى اخوتي اخواتي السلام عليكم اتمنى ويرزقكم ربي الفضل التسير ويرزق كثير قصة اليوم لأحد الشاب اسمه موراد هذا الولد تزاد في الفيلا الصغير في مدينة كازا هذا الولد تزاد في عائلة الفقيرة وفقيرة بالسفل تحت عتابات الفقر موراد من العقل على رأسه هو يشوف باه يضرب الكرفي وتمار عند الناس دوار كل مرة كان يخدم كل مرة كان يبريكولي المهم هو يوفر لهم لقمات العيش وعلى ان وخا هكاك ذا الشي اللي كان يصور هذا الاب يالله يكفيهم باش يعيشوا به عيش ديال ضنك وديال المحنة وديال العداب المهم دازت سنين حتى ولف العمر ديال الموراد عشين عام ذا الوقيس قرر باش يخرج من القرية ويضبر على خدمة يعاون بها والديه على زمان وهذا هو حبس من القرية وبدأ يقلب على خدمة التي يعاون بها رأسه ويعاون والديه وقرأته لم يكن شيء قرأة التي تحمر الوجه الدري كان غير من طاني الوقت ومخزون في الأقصاب بحل بحل بزيار الولاد التي لم يكن خرق للمرقة لا ادراع للخدمة لا وجه للسعاية لا دماغ للقرية فعلا جاء لدي الأم وقال لها أنا أريد أن نحبس من القرية لكي نحبس ونعاون لكم هذه الزمان وما لم يكن قاد نرى كالضربة تمارا عند عباد الله وحتب رأس مسكين نهار وما طال وقد ضرب تمارا وخدام وفي الأخر أعطي جاء الفرانك جاء ريال التي لم يكن لدي المصروف الأم التي رأيت ولدها محمرة في القرية ويريد أن يخرج منها قد لها أوليدي قرأيتك التي لا تريد أن تفرط فيها ولا تريد أن تضيع الغلط التي تضيع مستقبال نحن نحن عايش لكي لن نعيش قد ما عشنا ولكن أنت باقي صغير الحياة ما زالوا قدامك وديها في قرية حسن لك ولكن مراد لا يدير بالهضراء التي قد لهمه ولا يدير عيدك ما لديه فراص السيد مباشرة حبس من القرية ولكن المشكلة الكبيرة هي أن مراد من الذي حبس من القرية لا يعمل مجال الوالدة إلا السيد بلان آخر لن تجد مع شي كريكا الدراري سالق بهم تبلا بقاء البليات وليس غير هذا وصاف لأن البليات خاصة المصروف من السيد لا يعمل لأن يجب هذا الفلوس للبليات ويجد يخرج جنوبي ويجريس ويعباد الله المهم مراد على هذه الحال ومدة طويلة لولدين لا يكبرون وهو غادي في الهوية الاشيوتليفر حتى الواحد النهار 16 شهر جوج من عام 2016 هذا النهار بالضبط مع الخمسة ديال الصباح الأم المراد ستسمع الدقان في الباب دار ب طريقة ماشي عادية المسكينة مشتكة جريمة مخلوعة بشح الباب لا تشوف كون يدق عليها بطريقة صحب طرابج الضارك الملكي ووقفين قدامها غادي خرجت عندهم سوولوها مشكين مراد دومية هي كلابس لماذا تريد تفعوها دخلوك يجريب قرقبوا على مراد اعتقلوه من فراش هذه الزهم تم قدموها عند وكيل المالك بتهمة الصريقة الموصوفة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وتكوين عصابة إجرامية وانت فات قدهم قداش تحكم عليها فات شي هذا بخمس سنين ديال لحبس المراد ستقرقبوا عليه السوارد ستسدوا عليه البيب عاد عرف بالغلط الكبير اللي دار في حياته واندم قاع لذلك شي اللي دار عد دري يدخل الحبس اندم حي تضيع مستقباله وضيع خمس سنين من عمره وعرف باللي زاد على والده هم كبير ديال القفة المهم مراد تقبل الواقع ديال ما كان عنده التشيح الآخر من غير يدوز الحبس ديال ويتمنى على الله يجي شعف ملاكين قصلوا من المد اللي تحكم بها والمصائب كتجي مجموعة وكتجي وحدة مور وحدة حيث من بعد ما تشد مراد تزدغي واحد العمال الاب ديال وزاد عليه الحال ظهور الحالة الصحية ديال واحد درجة كبيرة بسبب قلت الشي والمشاكل والهم المرض ما بغاش يطلق منه عشان دركنا وش دركنا واحد المدة اللي هي طويلة احتد دم الامن امان هنا المعيد الواحيد ديال هاد العائلة توفى السيد مشا عند الله مراد من اللي عراف بتوفى ادخل في واحد الحالة خايبة وخايبة بزاف وصل الحبس سيد ما بقال يأكل لا يشرب بد راعب اشكي عتق الروح بشي ثميرات وشي يدلم وكانت هذة الفترة من اصعب الفترات اللي داز تعلم مراد في حياته مراد مسمحلوش المدير باشي حضرح تلج المدير الحبس رفض طلب سيد طلب استعطاف ولكن قوبل بالرفض ادارة ترفض الناس خاف ربما يهرب من القنازة مراد يشوف ان الام كبيرة في السن وغدا تبقى عايش غير بوحد ها لا يقعون ها ولا يكون مجنب ها واذا كش لش السيدة بقت مسكين عايش غير على المساعدات المحسنين والناس اللي عائلة ما عندها عائلة قريبة غير اللي ريح تشحم في الشقور وصاف مراد من اللي وصلته للخبار زاد تأزم في الحبس من اللي يعرف مو بحالي لو تتسعى وكتطلب باش تقدر التأكل وتخلص المصاريف ديالها المؤهم داز هذا الربع سنين ديال الحبس بالكشايف حيث مراد فعلا نستفيد من العفو المالكي في واحد العيد كبير نقص له عام كامل من مدة العقوبة دياله داز يام الحبس داز يام المحنة ومراد غادي يخرج للحرية مرة اخرى ومن هاد اللحظة وعد رأسه باش ما عمره يعاود يتعاطى المنخدير مراد قرر انه يبعد من اي حاجة تقدر ترجعه للحبس وتفرقه على مهمته جاء مراد عند الام دياله طلب منها السمح وبقى كيبكي ويقول يا سبحي لي الوليد انا عدبتك معايا تكرف السعليك وانا من اليوم سوف تبتل سوف نقلب الاخدمة ومن اليوم انا اللي سوف نصرف عليك ودك الشيء من بعد السيمنة مراد جمعه ويجو وقصد مدين كاذا باش يقلب الاخدمة وهنا فين يبدأ اصعب مرحلة في حياته حيث كان خاص وضروري يلقى خدمة باسرع وقت ولكن المشكل هو السيد ما عنده مستوى دراسي مزيان ليخلي يخدم شيخدم مقية ومحترمة ما عنده حرفة ما عنده اكتف التأمار وعاد عنده صوابق من الفوك المهم اعيام يقلب الاخدمة بالحلال ولكن بدون نتيجة تقوم مدة طويلة ويقلب والحالة المادية ودارهم عاد ما تزيد الظهور وقد تكفز السيد وصل به واحد الوقت ولكن ينعز في الزنقة يتفرش الكراطن ويتغطى به المهم يقوم مراد تقريبا مدة الشهر على هذا الحال حسن واحد من يتلاقي بواحد السيد الذي كان اسمه من النهار شد في الحبس حسن نهار الذي جاء فيه الكازا راشيد من السماع القصة المراد يبقى فيه الكثير وحس بحل أنه متعاطف معه وقال الوليد لديه لديه طموبيلات سأتذر لك معه لك يرى ما يخدم عنده وفعلا راشيد هادر مع الأب و فعلا قبل يخدم عنده السيد بدأ الخدمة ومع الوقت بدأ الظروف تتحسن قليلا بقليلا وخام لم يكن تخلص شيء صالع كبير لديه لا أعرف خدمة بلعباش على يشد ولكن أحسن من بلعش وهذا كان كان الفلوس الذي كان يشدها يرسل لأم ومسكينة تفرح كثيرا ومن توصل لبارة من ولدها ولدها ولدت من الكائنا فالفطرة الذي كان مراد يعمل في كازا كان كاريبيت مع الدراليف شعبي وقال حرك ما هو احتدى أزدع هنا السيد الذي كان يعمل مراد يتوفى وسبب المشاكل التي وقعت في الورطة تسد لعباش الذي كان يعمل فيه تسد لأن الورطة نطبينا تصدع قال نسدوه حتى نحل المشاكل هنا مراد مرة أخرى سترجع الضلام الدنيا قدام عين حدي الخدمة كيف يصرف على رأسه وكيف يصرف على الوالدة له هيا مشهد السيد كان يصبح الصباح ويقلب عن الخدمة يبقى هكك حتى يضلام الحال ولكن للأسف بدون نتيجة في نفس الوقت يرى رأسه ضروري خاصة لقاء خدمة في لماذا هو المعيد الواحي يدير عائلته والأم مع ولعده والأم لم يبقى وقد دع الخدمة وتأمارها مراد من الذي شافر رزق ولم يبقى في مدين كازا قرر يخرج إلى مدين الطانجا ويقوم لإمكان الله يخدم منه وهذا ما يحدث قصد مدين الطانجا ومن الذي وصل إلى يبقى يقلب حتى ولكن المشكلة يقع وأن هذا الذي كان يتخلص لم يبقى يكفي فواله لأنه يرسل أم ويعيش هو لم يكن تكفي لأن الماكل والأم الفطانجا غالي بالسعف وذلك لماذا يفكر بشي حل آخر الذي يدخل له مصرف إضافة لأنه يرسل الوالدة له قال مع راسو ما ندير لماذا لا ندير شيء بيع التمارة اللبنية يفرج الفراشة ويقوم التجارة والذي يجب الله تبارك الله وهذا ما يتخلص موراد في سيمانته ويقوم بالجملة ويقوم بشيء بسكويت وكوجاك يعني ما يشري للدريس الصغر ويضع طبلة صغيرة في الجردة التي قمت الشرعة السورية ويبدأ يبيع ويشري فيها الشرعة السورية والناس موراد يبقى على هذا يخدم خدمات ويبقى مدد ستشهر سيسري الخدمة لبنية يأكل ويقوم يرزق الله في الجردة السيد كل شهر يرسل أمه لك الشيء الذي يخصن الله في هذه الفترة موراد سيتعرف على أحد الولد اسمه محمد هذا الولد في عمر 31 عام هذا محمد يبيع القارو في نفس الجردة التي يبيع فيها موراد الحلويات والبيسكويت تعاشروا بيناتهم وكثير من الصحاب أو بحل الخود تقريبا يوميا كانوا يتلاقوا مع بعض ذاتهم حتى الكرة أو كارين بجوش ولكن ما سيجعل الدرويش يخدم ويترزق الله نهار 20 من شهر 5 في عام 2020 في هذا تاريخ هذا الطب كانت تحملة كبيرة فطنجة على قاع الباع المتجولي القيد في المنطقة ومعه رجال القوات المساعدة المخزنية حجزوا على قاع السلعة التي كانت عنده مراد وحتى القرر الذي كان عنده صاحبه صاحبه محمد مراد الدنيا دارت به فيما يقول الأمور بدأت تتقال يرجع مرة أخرى النقطة السفر هنا الحل الواحد الذي يبليه هو يحرق ويخو هذه البلاد هذه في اختراب حيث يشوف أي حاجة يديرها لا يستطيع السيد آمن بالفكرة لأن هذه البلاد لا أريد أن نعطي ها ونمشي لبرة تفق هو صاحبه ويقول كل يومين يمشي الميناء القرج على أساس يشوف شباطه أو شي كامي الذي يسلت فيه المهم كان يحرق ربي كبير يحرق بأي طريقة كما كان واحدة البور وحاضي للغفلة حاضي البوليس وحاضي المخازنية وهذا الناس لا يجعلهم بالثقاء كل شوية يحط عنهم ويجعل مهم بحل العباد يلقى مع الفر ويقول ما عارف بأن ماشي لا يجي ودخل الميناء البور محاضين زيان المهم بقى مراد وصاحبه المدة دي الشهر كامل يضر واحدة البور مصدق لهم الزهر في هذه العباة في هذه الفترة كان مراد ومحمد بدأت تتدور لحالة لهم بزار وحواجهم قطعين مجرطلين موسخين شعرهم بهدل وزيد على هذا الجوع والبرد هذا الولاد وصول واحد درجة وكان صغير في الزنقة وكان صغير في الضبط في الجرد اللي قدام جامعة السورية مراد من البنكة اللي كانت مقابلة مع الجردة وبحكم أن في هذه الفترة كانت شهر واحد المسلسل إسباني تبلغ به طانجاوة والتيطوانيين والناس للشمال كاملا المسلسل اسمه كازاد بابيل كل الشباب تطروا به وبدأوا تنسبيروا منه الشباب والذي يحاولوا يقلل البروفيسور رئيس العصابة وذلك الشيطانية بدأت كالدور الموراد فرسوا الفكرة شيطانية الفكرة أنه يسرق الفلوس البنكة بلا ما يحتاج لا سطو لا سلاح ولا رهائن ولا حتى شي حاجة مهاج قال مع رأسو هطموا باللي كجي يوميا تحط الفلوس من اللي توقف قدام البنكة يعني من اللي يكون الشيفور نزل من الكاميو دي الفلوس وغادي بدوك السيكان غادي يدخلهم البنكة يتعرضوا لهم وغرادوا صاحبه يهدوه بسلاح يسرقوا للسيكان دي الفلوس ويهربوا بحالاتهم كانت هدي الفكرة اللي بدأ يفكر فيها والحاجة اللي زعمته بزاف وخلاته يفكر بجدية في هذه القضية هي أن البنكة كانت بعيدة شوية على الشانطة يعني الطموبي اللي كتجيب الفلوس فجأة توقف الشفور غادي ينزل منها يستع يهدوك السيكان ويتمشي واحد المسافة عاد يوصل لبنكة يعني عندهم الفرصة في يمشي واختفو السيكان مسافة طويلة واحد شوية عاد يوصل لبب البنكة هاد الشي اللي خلا مراد يزعم بزاف ويفكر كيف يطبق هذه الفكرة مباشرة عاد صاحب محمد وشرح له كل وشرح الخطة كماية قال لنا رأيت من التكرفيس رأيت من التمارة وما بقينا كل جوح تمنا كل وانا فكرت فوح الفكرة إلا ستقت لنا سنجعل من العلا بس بالصح المهم وراد يحاول يقناع محمد بالفرصة لعمر نخلصوه ويحرقنا اسبانيا وهكا نضربنا صفورين بحجرة واحدة منها نضبرنا ألاف الصحيحة التي ضمنوا بها المستقبل لدينا ومنها نخوئ هذا البلد النحس حتى محمد سمح الحضرة لم يكن من العاكزين مباشرة وافق على هذا من اللحظة اللون من هذا سيبدأ مراد محمد يخط كيف يسرقوا هذه الفلوس أول حاجة بدأوا بها بدأوا يقلبوا على شيء يحرق الذي يحرق هم في نفس النهار السرقة يعني يكون معهم على القرص سيضربوا بلاف فعل يطير بهم وبالفعل من بعد واحد المدة وما يقلب ه تافقوا مع واحد السيد سيحرق من اسبانيا مقاب 7 مليون حتى مراد محمد وافقوا الفلوس سيكون موجودة ولكن شرط عليه واحد الشرط قالوا لهم نحنل يعني نحنل النهار الذي عدينا فيه حيث في ذلك ساعة كانوا ما زال ما عارف امتى سينفذ العملية لهم يعني ما عارف امتى سيأتي ساعة السفر كما يقول أولا بعدها كان خاص مقلب أو موبيل باش يخدم مرفع يعني عندهم حتى يسكن ماذا سيتق فيهم ويعطيهم الطموبيل لهم أو يكره لهم هنا محمد تفكر باللي والد خادته يخدم طولي ديال الطموبيل قال مع رأسه إذا قناعته يدخل معنا في الخطة سنكون بعدها حلين المشكل للطموبيل الضروري هذا طولي هذا ستكون عنده في القارش طموبيل تصلح فعلا المهم محمد عود له كل شي من الول حتى الاخر واقتر عليه أنه يدخل معهم في هذه الخطة ولكن عبدالحق كان خواف شوية أرفض نهائيا قال له أنا سيخطيني من هذا شي كامل أخصني فلوس قاع ما بغيش اللي يبقى لي من عمري أندوز في الهباسات ولكن محمد ما غاديش يتفكر معه لم أغيش يتفكر النقع قال لي أنت ما تخاف من والو أنت أصلا ما تفكر معنا أي شي أعطينا غادي موبيل الذي لديك في الغارج نقضي بها الغارج ورجع لك راه القليلة يعجيك في حقك 51 60 مليون عبدالحق يسمع هذا المبلغ الطماع سالوريوغو هذا المبلغ لا تسمع به وبدأ مباشرة وافق ولكن الشرط الواحد الذي كان لديه هو أنه لا يدير معه حتى شي حاجر لا يشارك في الصارقة قال لهم عندي واحد طاكسي ديال واحد الكليان رجبون لنعود له السباق أنا سأعطي لكم أنا أريد المطري ونعطي لكم هنا تزد بطرف ثالث فالجريمة يكون هو بالحق المهم تفق وكاملين لكي ينفذوا العملية لهم بتاريخ 22 من شهر 11 من عام 2021 خضوا الطاكسي من عد الحق وبقوا وقفين سامرين قدام البانكة كي تسننوا الطموبي لتوصل حتى توصل من الذي وصلت هنا مراد سيضر واحد الكاغول على وجهه ومشاكي يجري وفي ديه جنوية كبيرة في هذه اللحظة مراد هجم عليه وابقى يشهر عليه بدأ الموس يهد لكي يطلق الساكن ولكن الإشكال الذي سيجعل مراد وهذا الشخص وخشف الجنوية تدزله من قدام عينه لا خاف مدهش السيد كان زعيم بالزعف وخاع مراد ما يشال عليه يهد لكي يطلق الساكن الذي يطلق الفلوس ويربح له السيد بالعكس مراد ويحاول أن يدلو الكاغول بحال تقشير دائرها على وجهه ويجب يتمنط منه ويطلح الكاغول من وجهه ولكن يمكن أن يأخذ الساكن الساكن والفلوس الذي كان يهز دقينا وغير طار على هذا الجوج أهرب وبالكشايف قد يطلع عليهم السيد كان شان وليس يطلق منه المراد لم يجرد يركب في الطاكسي وهرب هو محمد الذي كان صحيغ ذلك الوقيت كان البوليس توصلوا بالبالغ من المدير البانك يعلمهم الذي روقعت عملية سارقة قدام البانك الذي يعمل فيها البوليس مباشرة تفاعلوا مع هذا البالغ مباشرة توجهوا العين المكان على وجه السجوع وصلوا ثم تقعوا أول واحد خذوا الأقوال وهو السيد تعرض للسارقة ودوروا وعود لهم كل شيء بالتفصيل سولوا على مبلغ الذي تسرق جاوبهم وقال لهم باللي كان هذا 4 السكان وكل سرق كان 100 مليون إذا المبلغ كامل كان 400 مليون سرق منها جز ساكة يعني النص كما قلت لكم موراد قدار يسرق غير جز ساكة هنا أول حاجة دارها البوليس ترى تسجيلات الكاميرات المراقبة وهنا سيشوفوا اللقطة التي طاح لموراد الكاغول من وجهه من الذي كان يتسارع مع هذا المستخدم البنكة أبقوا يقربوا ويزوموا على وجهه ولكن لم يتعرفوا عليهم من وجهه فرغوا هذه تسجيلات وعطوهم الشرطة التقنية وفعلا لم يتم بزاف الوقت اعتقدوا يحدوا الهوية الموراد يعني ما ندروا غالبا صفوا تصور عن تقنية ديالهم من الذي صفوا تصور خرجوهم ووزوهم على الدوائر الأمنية وعلى أعوان السلطة ونشيو هم قدمين وغالبا هذ أعوان السلطة هم اللي يعطي المعلومة اللاسقة عارفوا ماذا كون هاد خينا هذا ومن قدروا يتعرفوا عليه مباشرة صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية السيد يقول لك يطلع روش في المغرب كامل أي واحد من السدود الأمنية دبر عندهم تصوير المعلومة كاملة عليه مراد محمد قاعدك الشي اللي كانوا مخطير له ما غاليش يستقل حيث كما يقول المثال تجري الرياح بما لا تشتهي السفن حدثة ما نقع لهم هذا الحرق الذي كانوا متفقن معه كما يحرق به خوا به ما يقع له الله علم اليوم يتصل به ولكن السيد لم يكن يجاوب ما يبدو لهم أحد البلان قالوا أحسن شي نفعله هو نتخذ بيت نتخذ فيه بيت لا لدينا شي إما البيت في حي الشعبي وبقى مخبي فيه لمدة السمان حتى النار البوليس ستصل ببلاغ من عند واحد عاون سلطة مقدم يعلمهم بللي ينجوج دراري ساكن في نفس الحومة التي هو مسؤول عليها وهالدراري تنطبق عليهم نفس المواصفات دراري التي سرق البانك البوليس مباشرة توجه العين المكان لتحق من هذه الخبار العادي وفعلا سيجلق محمد ومراد كي نسمى مباشرة اعتقلوهم دروا لهم أصفال ودوهم معهم لتحق معهم البوليس لا يحتاجوا معهم بزر الوقت مراد وصاحبه ضغية اعترفوا لهم بكل حيث بطبيعة الحال أدلة كاملة كان ضدهم اعترفوا حتى على صاحبهم عبدالحق الذي تبرهم في الطموبيل في المحاكمة تحكم على مراد ومحمد بخمستاشر عام الواحد عبدالحق تحكم عليها بعشر سنين الصراحة الحاجة الوحيدة التي لم يفهم هو الطموبيلات التي ينقلوا الفلوس يكون فيهم مجوج الناس ومجوج الناس يكون مسلحة لماذا بالضبط في هذا النهار كان غير واحد لماذا لا استعمل سلاح هذه الحاجة التي لم تفهم لماذا وزعم صدفة لماذا تغيب ذلك خينا في ذلك النهار والصدفة هو الرطفة القادية حاجة اخرى التي تدخل الشك هو أن مدير البنكة يقول تسرقت مائتين مليون يقول كل ساك كان فيه مئة مليون ولكن مراد محمد يقول ب الذي سرق غير مئة ستين مليون يقول بأن كل ساك كان فيه 80 مليون فقط مائة ويقول ب كان كارين واحد البيت ويضل ويحسب ه الفلوس ويعود ويقول أن نحن نغاد للحبس كمية 80 لماذا نكذب إذا كان هذا يقول صح أم يشد 40 مليون الفرق المهم كان حلقة مفقودة فضلق وما إذا لم تتعرف لحد الآن ربما كان هم شفار أخرين خرجوا منها بحر الشعر من العاجي شفار اللي يكون مهز محتو الناس نقين بكرافطته ربما ما ما نعرف ما عرف ناش في نمش الفلوس الأخرى لا هدش لا كانوا يقول شفار صح الله وعلم مهم الحقيقة كاملة ما يعلم بغير الله ولكن ضحية في هذا شيء كامل هي الأم المراد الأم ستزاد عليها الحمال وستزاد عليها تمال وحتى مراد كنت داف قرأت ولا تعلم شيء حرف التي تنفع لم يكن يوصل له شيء كامل المهم نشوف كم في الحلقة الانشاء الله وقبل ما نختم ه نسمعكم الدعوة الخير اللي يولفنا الله يكتب لنا ما بالخير لا يخرجنا نظار العب العيب لا يرزقنا حسن الخاتبة ويجعل أخير نحسن من أولنا ويجعل خفاف وضراف على قلوبكم ويرزقنا الصحة والسلام وطلع المر والفلوس أخواتي 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 ونطلقوا أخواتي إن شاء الله في النفس المويل صلى الله السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير ورزقكم ربي الفضل والتسير ورزق كثير مرحبا بكم معنا في قصة جديدة وبلما نطول عليكم ندخل مباشرة في سر التفاصيل جريمة اليوم نهار 13 أكتوبر عام 1990 حدث كديل ترال ترال الذي كدي المحطة القيطار شابني وبالضبط في منطقة شاتوغو المراقب مع 26 دقيقة الصباح بالضبط سيجد بنت عريانة مقردة ومليوها السكا باينة ضربها من الجوان والإسعار لأن يعين الحالة سيجد أي شيء كتبت الهوية لها لساك لوراق لوالو حاجة التي سيجد هي ليد ليسر لها البنت كانت فيها مغانا وهذه مغانا حبست مع ربعة وعشرة دقائق بالضبط يعني هذا الدليل لأن هذه البنت وفت في هذا وقت نجانا تهرست بالاستيضاء من الجوان دارم قلب ألقى بأن بالصح وبالضبط في هذا وقت أكيد أسترالي كربط ما بين باري وليموش خمس يام المرهد السلوطات الفرنسية ستوصل ببالغ من أنتربول يقول بأن واحد البنت بريطانيا الجنسية اسمتها إيزابيل بيك عندها عشرين عام هي طالبة جامعية وبكلية الحقوق في فرنسا نهار 13 أكتوبر خضت تران من لغر ومن بعد غبرات لم يبقى بنت مرة الجنظر من التي تصل بها بلغ ستشك بأن البنت التي لديها مليوحة جهة تسكة تران ستقدر تكون هي نفس البنت التي تقلب عليها بريطانيا من التي عود بحث ستجد على بعد 15 كم من البلاسة التي لديها البنت ستجد حويج وصاك من يوحة حدا السكة من التي تقلب بطاقة الهوية الجنظر من التي تجد تأكد من جوج الحويج الأول هي أن هذه الجتة ترجع لإيزابيل بيك يعني البنت التي موت للبنت شي واحد حي تحويجها ورماها هي من تران ومن بعد 15 كم ومات عاد رما أحويجها الجنظر أرجع التران التي كانت تركب فيها إيزابيل قلبه شبر شبر لله يتوصل له تعمل شي حاجة التي تقدر تفيد هم في التحقيق لكن ما لقوال سلطة البريطانية هنا لا تسكت ستنوض لحقي حدي يلبس صح على قبل هذه البنت ستضغط بشكل كبير على السلطات الفرنسية لدرجة أن فرنسا ستطر تدير واحد نداء على شكل الموقع الإلكتروني وهذا النيداء سيكون موجه غير للناس الذين كانوا مسافرين في تران ذيك الليلة فرنسا طلبت هذا من أي واحد شاب شي على وهذا طريقة جاءت النتائج وبدأ الناس يتصل بالجند وبدأ يعود لهم ما رأيت في الليلة واحد ستضغط لهم بأن رأى شافت إيزابيل مع الوحدة دي الصبح شافت وقف هي وحد الولد كيف مغاري بالأصل ولكن لم عرف بالضبط مغاري والشتونس والجزائر لكن بل لها بأن شمال الافريقية وحد الوقت سماعاته قال إيزابيل بأن رأى من صفر من مارساي ورأى غير سيلت يعني لا يوجد تيكي لا يقطع الورقة وحد آخر سيتصل بالجندرم ويقول لهم بأن واحد هو شاف إيزابيل فلاقار دي موش شاف هواقفة مع واحد السيد كندير كاسكيتا ومن الليل طلعوا التران قلسوا وصنفوها بدأوا في واحد جريبة اللي بغوا يعرفوا بها كيفاش تتلاحط إيزابيل من التران جون طارب غادي ياخدوا في هاتجريبة واحد مونيكا مجسل اللي عنده نفس الوزن إيزابيل وغادي يمشي في التران في دي كبير ويقعوا يرميوها بزف دي المرات من التران والتران يخصو يكون بنفس صورة يعني بمئة واربع وهذا دليل على أن إيزابيل كانت تقاوم الشخص اللي بغايله يعني يجب أن تشده وكيله صحيح لذلك أكد هذا هو سيدي قريب من السكة أكد الجنظارم أنه ما بين الرابعة وربعة ونصف الصباح يعني بدا في الجر الحال سمع واحد الغوتة هذه الجنظارم من بعد من هذا سيتلقى بشيشون بشيشون بشيطيهم ومن بعد التحقيقات سيبقى من هذه 30 غير ربعة المشتبه بهم لكن من الذي سيعود معهم بالتحقيق سيجعل لهم حتى ذلك التي كتبت الإدانة لها النهار 13 دجمبر 1999 واحد السيد اسمه قزافي كايو مع تسعود للليل وصل مرته كورين والده الصغير اللاقار تران لويس مرته كانت ترى 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 كورين وهي والدها العشة ونعث ومعاذ الجوش الصباح كورين فاقت وامش الطوالد لكن من ثم ما بقيتش رجعت عند ولدها مع الجوجر 50 دقيقة الكنترول للتران سيعود يدور على المسافرين لكن في الوقت اللي غادي يكون دايز فيه من حدا لتوالد هذا المراحيط غادي يبال له الدمايات خارجه من تحت الباب ديك ساعة خدم الألار خدم الألار باش يحبس تران فقط وعيطه لبوليس دغية بعد واحد عشان دقائق اوصل لبوليس التران من اللي كيحلوا الباب ديك لتوالد كتشفوا الجتة دي الواحد المرأة ميتة الموم اليوح كاملة مضربة بالموس هذه المرأة بطبيعة الحال كانت هي كوغين كايو البوليس أول حاجة يشكو فيها هي أن هذا اللي قتلها قتلها باش يشفرها باش يسرقها لكن من اللي قلب الساك دي المرأة ألقوا فيه فلوسها كاملة وإلقوا تلو ريقات عندها ديالها حتى من خاتم هذه الدهب مازال في ديالها قيلوز عمار بما يكون شي واحد تعدع لها ولكن السيدة مازال لها بسحويجها عادي وما يبالش لها شيء آثار ديال العتيدة يعني اللي يصفها لها بهذه الطريقة غالباً يكون عنده معاش حساب غالباً انتقب منها على شيء حاجة البوليس هنا أول حاجة داروا من بعد ما شفوه تيكي ديالها مشوكي يجريوا للمقطورة في مكانت نازر والحمد لله القول دها اللي كانت يالله عنده واحد اربع سنين مازال نعس بلاسطو وما جايب لتني أخبار البوليس هنا سلم الوليد الوقاية المدنية بشي حضايوه هردوا لبن بيد ما جبواه وبدوا في تحقيقات دياله سيبقى وغادين ويقلبوا حتى يلقى واحد كاسكيته عامرة بالتماعيز كاسكيته مرميه احدى واحد المقطورة اللي الرقم ديالها 40 بالضبط البوليس ديال الساعة بدأوا ويستجوبوا الناس اللي كانوا في هذه المقطورة سولوه مواش كان معاكم شي واحد اللي كان دائلها الكاسكيته او لا فعلاً المسافرين عقلهم زيانة لعاد خيناهد وقالوا للشرطة باللي هاد السيد راه كان معانا فعلاً لكن من اللي طلع الترانه هو نحسو به بشي شكل كل شوية يخرج يبدأ يكمي براه وبين بأنه مضغوط ومتوتر وحتى من يجا الكنترول مع الحضاش ديال الليل ألقاه قاعدة مقطع التكي دياله وباش الكنترول ما ينزلوش متران خضع البطاقة الوطنية دياله وسجل له محضر تمنيت البوليس ديك ساعة مشوا يجري ويقلبوا في هذا المحضر هذا ولقوا فعلاً كيل المحضر والاسم الكامل لهذا السيد هو سيدة حمد غزالة جزائر الأصل وعنده 21 عام البوليس هنا سيبقى يقلب التران كامل شبر شبر لكن ما سيبقى القوار من اللي سولوا الكنترولور قالوا ليهم بأن التران قبل من هذا الشيء 1.5 ساعة سيبقى التران يوقف في ووقف المدة 10 تقايق ووقف على الشيء بسبب ما يعطى التقنيقين فيه يعني يقدر يكون هاد خينا في هذا الوقت اهرب حاله الشرطة هذه الساعة سيفطت واحد الفرقة اللاقار لاجونت لكي يقلبوا على هذا السيد لأن اللاقار المحتمل يكون نسلت فيها لكن ما القوار أكيد من اللي وقفتنا في اللاقار أهبط وخضط ثلان آخر الكوميسير بيار مارك اللي كان مكلف بهذا الفرقة من بعد ثلاثة ديال السواء سيرجع للبيرو دياله وعايصة تلقاء البوليس والجنظرم ديال فرنسا أي سيفطت الموحة التاليكس اللي فيه المعلومة الشخصية لها ديال حمد غزالة بلغهم بأن هذا السيد سيرجع اهما بحوث عنه غير يلقاوه ولا يصدفوه بشي بلاسة يقبصوه ويسلموه لها من بعد عشرة ديالتقيق على هذا البلاغ الجنظرم ديال منطقات شاتورو سيجاوبوهم بأنهم رحتاهما يقلبوا على واحد السيد اللي صفاها واحد البنت في الثلاث الكوموندون اللي مكلف بهذه القضية هذي كان اسميته برولي غي مار هذي كوموندون غادي ربط تصال مباشر مع الكوميسير بيار مارك وغادي هذي 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 قضايا بجوج ويحاولو ينسقوه مع بعضياتهم وغادي توصلوا لنتيجة واحدة بأن المتهم ديال كورين كايو هو واحد من ربعه ديال المشتبه بيهم اللي الجنظرم حقوه ويعطوا معهم من قبل فلافار ديال ايزابيل بيك اقدتوا قلنا ربعه اللي بقى مشتبه بها هذي ربعه ديال الناس كان منهم هذي احمد غزالة اذا احمد غزالة يقول له المطلوب رقم واحد في فرنسا البوليس سيجلقوا عنده تنين واربعين مخالفة والاغلب ديالها كان غير سليت فترة كان يسافر بلا تيك وفي هذه مخالفات كاملة كان ينجوش ديال العنوين عنوان كائن في مدينة عامية وعنوان كائن في مدينة مارساي كان هل يłbym يسر ونقاط الراقب وشيبه الواليد أيضا لم يكن للمطقة في المساres يراقبوا الضار الوالدين من الحمد. كما قلنا في مارسي. الكوميسير بير مارك سيطلب من الفرقة ان يراقبوا الضار 24 ساعة على 24. وسبع ايام على سبع ايام. لكن بسرية تامة. وما يجعلوا حتى شيء واحد يشك انه يراقبوا الضار. في ذلك الوقتها كالاعلام والصحفة كل شيء يهدر على هذا القضية. فيما كان الضار كان يتلقى هذا الصورة المرسومة للسيد هذا. اثقاع الجلائد من شغل. اثقاع الجلائد من شغل. اثقاع الشارع. اثقاع واحد ما عارف لا الاسم الحقيقي لها السيد. ولا اثقاع الصورة الحقيقية. كل شيء كان يعرفه غير بالاسم دي القتال الترانس. اثقاع واحد النهار. النائب العام. اسمه بير دونيا. سيقوم بلقاء صحفي. وسيخبر الناس بالمستجداد لهذه الفرعة. لكن بعد هذا اللقاء سيهدر مع صحفية. اللي يكونوا صباقين للخبر. يبغيوا انه يكون عندهم صباق الصحفي. وسيعطيهم الاسم والصورة الحقيقية لها السيد. لكن يتفق معهم. وسيأكد عليهم لأنهم ما يخرجوا دبع احد شيء. سيقول لهم هو. هاد الصحفيين ما وفوش بالعهد دي لهم. الغدلة كانت جريدة اول جريدة غادي تنشر الخبر دي لحمد غزالة. الخبر صفحة الاولى مرفوق بالصورة الشخصية دي لهم. واحد صحفي اللي اسمته جون ميشيل فرنيه. غادي قرر يمشي حصل الدار دي الوالدين دي لحمد غزالة. كان بغي يمشي باش يدير معهم لقاء صحفي. لكن هذا الصحفي من اللي وصل الدار. وبدأك يصوني حتى واحد ما حل عليه الباب. شنو دال هو في هذه الساعة. مش هتقابل مع العمارة اللي ساكن فيه احمد غزالة. اوه بدأك يعيط بسميت. احمد. دكشي دي المغاربة. واحد شوية هو يطلع عليه الاب دي الاحماد. وهو بطل عنده. قل لي لها من كتسول. قل له انا كنسول على احمد غزالة. قل له راه ولدي. وراه ما كينش. راه يالله لقيته خرج دابة واحد خمسة طقائق. الصحفي هنا تصدم. خمسة طقائق باش خرج. ابقى كي يشوف. وكي قلب تماما في جواه الدار بعيني. كيقول ما عرصة. ايك البوليس مراقبين الدار 24 ساعة ل 24. علش ما شافوهش. هواش البوليس بالصح مراقبين الدار ولا غير طالقينها علينا. الاب دي الاحماد حاول يستفسر من الصحفي شنو كين. وعلش بغى ولده. الصحفي هنا حاول يفهم الاب دي الاحماد بان الوضعية اللي محطوط فيها ولده لها وضعية خطير. رأى فرنسا كاملة كتقلب عليه. الاب دي الاحماد كان عارف ولده عنده بزاف دي المشاكيل مع البوليس. وعنده بزاف دي المناتف. لكن عمره متوقع بان هاد المشاكيل غادي يوصلوه حتى لها الدرجة. المهم الغد ليه جريدت له فيقى غوعة زيت كحلاء. غادي تنشر الخبر الثاني اللي فيه عنوان بالخط العريض. كي يقول بان واحد من الصحفي ينديانا. وصل الاحماد غزالة قبل ما يوصلوا له البوليس. العائلة هاد الجوش بنات اللي توفاو غير غادي تيقوا هاد الخبار غادي نوت صداع ديال بالصحف فرنسا. على اساس بان الشرطة الفرنسية ما ديراش خدمتها. السيد مطلوق وعايش حياته كما بغى. كي يدخل ويخرج من دار والدي عادي. هادش من غير ضجر كبيرا لتخلقات ما بين الصحفة والمحقيقين. حيط الجرائد المنافسة تهموا البوليس بالارتشاء. واخذ اكراميات من الجرائد المنافسة باش يحصلوا على السبق الصحفي. وفي هاد الفضيحة هاد تم الاعفاء ديال هاد كوميسير بياغ ماك. اللي كان شاد لاففر من الاول. شكون جاء في بلاسته جات في بلاسته واحد المرة هاد كوميسير جديدة. اسميتها بياتريس فونتين. هاد الكوميسير غير شدت دوسي. اول حاجة درتها مشتعت تعتقلت العائلة ديال حمد غزالة كاملة. اعتقلتهم وفتحت معهم بتحقيق. المعلومات التي تعرفت في ديالوقيتها على المجرم هو ان اسميته حمد غزالة تزاد في 13 مايه 1979 في منطقة البيار في الجزائر. الاب ديالو ميكانيكي من منطقة قريبة التماء والاسم ديالو علي. الام ديالو اسميتها ياسمين وتزادت في بلجيكا. دخلت الجزائر هي والعائلة ديالها عام 1962. ياسمين تجوجت بيالي غزالة. وولدت معه ثلاثة ديالو ليدات. بنت واحدة. وجوجة ديالو ليدات. حمد غزالة بالشاهدة ديالو اللي كانوا يقرروا في ابتدائي. شاهدوا بأنه كان حشومي بزال. وليه يدخل سقراسه ديال بالصحة. لكن الذي سيجعل حمد غزالة يتبدي 180 درجة. وأن أملي كان صغير تعدى عليه شيء رجال بيدوفيليين. وهذه الناس اللي تعدى عليه كان سن ديالو يتراوح ما بين 20 و 30 عام. حمدك الساعة كانت يالله في عمره 9 سنة. ومن بعد هذا الشيء اللي يتعرض له سيضربها بسكتان. يسكت معه يقول شيء حاجة. ما قدر يقولها حتى شي واحد. والعائلة ديالو حتى هي من غزالة تساق الخبار سيضربها بسكتان. وما غزالة تشكب شي واحد مع الدعيتها شي واحد. زي ما علاش قالوا اللهم ما نستروا هذه القادية ونصدقه فاضحا الشرف ديالو والدنا. والشرف ديال العائلة ديالنا. حمد من بعد هذا الشيء اللي يوقع عليه. ومن بعد مدخل الإعدادة. سيقول له شخص متمرد. لا على أصحابه ولا على الأساتيدة ديالو. ولا حتى على عائده. حمد غزالة من بعد هذا المشاكل اللي بدك يدير. غادي يتطرد نهائيا من المدرسة في الصيف ديال الف وتسعمية وربعة وتسعين. لأب ديال هاد حمد غزالة اللي هو عليه غا يصافر هو والعائلة ديالو الفرنسا. وعايز تقروه في مدينة مغساة. من اللي وصل لأب ديال حمد الفرنسا. غادي يحاول يدخل والده الواحد الكوليج. ولكن ما غادي شيء يطول عود في هذا الكوليج. ديالس غير مد قصيرة. وغادي يتطرد منه. وبشكل نهائي. هاد الشيء غادي خلي حمد النهار وما طال كيدوه الفصناقي. غادي يتبلغ. وغادي يدير بزاف ديال المناتي في الخيبة. دك الشيء اللي عايش. حمد في الصور ديالو. ودك الشيء اللي عايشه هدوك الناس اللي تعدو عليه. غادي يأطر عليه بزاف. ودك الشيء اللي غادي يبغي يخلي ناس خرين حتى هما يضوقوا من نفس المرار اللي يضوقوا هو في الصغر ديالو. فعام الف وتسعمية ومسا وتسعين حمد غزالة حتى هو غادي يتعدى على أوليه تصغير. هاد الولد كان في عمره بعتاشر عام. وهذا الشيء كان في لا كاف اديال لاغار سين شار. في واحد وعشرين مارس من نفس العام غادي تشد. وغادي تتحكم عليه من طرف محكمة الاحداث حتى كان هو أصلا باقي قاصر. كان يلا عنده ستاشر عام. غادي تتحكم عليها بربع سنين ديال الحبس. ثمنتاشر شهر غادي يدوزها حبس. وثلاثين شهر غادي يدوزها مراقبة في الإصلاحية وحتى على بره. حمد غزالة هو مشدود بدأت تجيه نوبات ديال الساعة. من اللي التعرض على الخبراء النفسيين. ومن بعد بززاف ديال الجلسات قرروا هاد الخبراء اياه خضلات دائن دياله. خضاوه ودالوا عليه الليزانات. تحليلات. هاد الخبراء قالوا في تقرية ديالهم بانا حمد غزالة عنده الطراب نفسي خطير جدا. والطراب يقدر يأثر على السلوك دياله من بعد. وعاد عندهم ويول كبير للممارسات الغير طبيعية. الأطباء النفسين هنا حاولوا يعالجوه لكن طبيعته العدوانية ما خلحت شي واحد يقرب منه. عام عام 1996 حمد غادي يخرج من الحبس. وغادي يقرر يبدأ حياة جديدة. غادي يدخل يتعلم صناعة الحلويات عند واحد الباتيسخي في مغسع. وغادي يدخل سقراسه. يدخل سقراسه ديال بالصح. حمد في هذه الوقتها غادي يتلاقى مع واحد البنت سميتها نادية. غادي يبغيوا بعض اياتهم بالزال. غادي يتجوجه. ويولده ابنية. حمد من بعد الزيادة ديال بنته بدك يحس بالمسؤولية. وهذا شي يشجعه باش يطور من راسه. ويزيد يتعلم. باش يخدم في بلاسة محسن. حمد من بعد ما شد الحرفة ديال سناعة الحلويات غادي يخدم في مطعم كبير. ويخلي كل شي فرحان به. الولد اللي كان كل مرة مخرجها من والده. صافي دابش الطريق الصحيح. الولد صافي دار عقله. لكن هذا الشي ما غادي شي طويل. حيث نهار سبعة وشين فبراير عام عام الف وتسعين وتسعين. حمد غزالة غادي يرجع للطريق الخائط. وغادي يتحكم عليه بمئة ساعة في الخدمة الاجتماعية. بسبب انه سرق واحد لمقانا في لاغار ديال سين شاخل. من بعد عام. وبالضبط مارس 1998 حمد غزالة سيضارب مع رجل امن ديال لاغار. سيضاربه في لاغار. ويجبط عليه الموس. ويضربه باللموس. سيضاربه البوليس. وفي عشرة فبراير 1999 سيتحكم عليه ابعان ديال الحبس. هذه اللوقت اللي دوزها حمد في الحبس سيضارب فيها مع الكثير من الناس. ويحاول يتعدى على جوجة الأشخاص. مرته اللي اسمتها نادية. من بعد ما حمد تخل الحبس ساقت له الخبار. شنو كيف يدير تسمى وسط الحبس. طلبت اطلاق وطلقت منه. مرات عرفت على واحد الراجل آخر. وبقيت عيشة معه. الكوميسير بيتخيص في التحقيقات حاولت تخرج من العائلة الحمد معلومات. باش يعرفوا فين قدروا يلقاها. الأخ الحمد قال لبوليس بأنه رهجاء عنده أخوه. جاء عنده ما بين 14 و 15 أكتوبر. يعني غير بيومين مقبل الواقعة ديال منطقة شطو. البنت اللولة فتران. جاء عنده دو زمان نهار عادي. كان ناشطه فرحان. ومن اللي البوليس تأكد بأن العائلة ديال غزالة ما عندهم حتى شي حاجة إضافية اللي تفيدهم. مشاول الضار ديال الطالقة دياله اللي كينا في آمية. من اللي سؤولوها على الحمد. احتى هي قتليهم راه من شحان هادي ما شفتوش. الشرطة هنا غادي فتشولي هالضار كاملة. وفعلا ما غادي نقوّل. لكن شناس غادي يقولوا البوليس بأن احمد راهوا اللاكاري واحد الشنبغ واحد البيت في واحد العمارة في نفس المدينة. البوليس مشاول هاد العمارة. وحقوا مع الناس ليساكنين فيها. كلهم قالوا بأنهم من النهار 13 اكتوبر حتى واحد ما بقاشا في حمد غزالة. واحد سيت اسميته طومة من اللي سقل الخبر بأن البوليس قلبه على حمد غزالة. لمشا عنده. وقال لهم بأن خطيبته ايميلي بازان هدرا شهرين وهي غابرة. وقال لهم شك بأن هذا السيد عنده علاقة بالاختفاء دياله. لماذا؟ نهار 29 ديسمبر خطيبته كانت معه فضل. نقشوا مع بعضيته. وقروا أنهم يتفارقوا. من اللي ايميلي بغى تمشي بحالها طومة اسلم عليها. وبقى واقف غير حدا الباب حاضيها. واحد شوية كي يشوفها طلقت بواحد السيد كي يعرفه. هاد السيد كي يعرفه كان اسميته نيكولا. هاد نيكولا كان معاه واحد دري آخر عربي. وهاد دري العربي اهو حمد غزالة. من مورة الشهر طومة طلق الحمد. وسولوا على ايميلي. حمد قال طومة فعلا ديك الليلارة كانت معايا في الطار. شربنا قهوة. وبقينا كي نهدر مع بعدياتنا. لكن من بعد وصلتها اللاقار وانا رجعت للدار في حالي. ومن ذلك النهار ما بقيت شدها. في اخر الحوار اللي كان ما بين حمد وطومة. حمد غادي يقول طومة واحد جملة اللي ما غاديش تنسى لها مرة. حمد غادي يقول طومة. ايميلي صافي. راها مشت لحياتها. وانا راها رجعت لحياتي. البوليس هنا غادي تفكر بان الوقت اللي كان كي يقلب العمارة اللي سكن فيها حمد غزالة. ديكسة عم شوكي يجري اللاقار في هذه العمارة. لكن من اللي بغاو يحلوه. لقوا شي واحد هارس البوانية دي الباب. لن يتحلش. باش حتى شي واحد ما يقدر يدخل لي. البوليس فرحة الباب. ودخل الداخل. اهنا ألقو اللاقار كامل مضلن. وريحة خائبة تدخل منه. من اللي بدو كي يقلبوه تمه. لقوا وقعدوك الببالي. الببالي اللي تمه. باش يضوي اللاقار. كلهم هارسوا بفعل فاعل شي واحد هارسوا. قلوك يقلبوك يقلبوه حتى غادي بلهم واحد بلاسة عامرة بالفاخر. جابوا البالات. وبدوك يقلبوه في ذاك شي. هنا في غادي يحسوا بشي حاجة كاينة تحت ذاك الفاخر. استدعاوا الطبيب الشرعي للتعزيز من اللي يجا الطبيب. عاد خرجوا ذاك شي. وفعلا هنا غادي لقاوا البنت اللي اسميتها ايميلي بازان. طبيب الشرعي من بعد. سيؤكد بان ايميلي ماتت مخنوقة. مقجوجة. وانها ماتت من أمور ما تعرضت الاعتداء. شي واحد تدعليها قبل ما يقتلها. من اللي دار واليزاناليز ديالة 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 ديالة. سوف تشاهدوا بان اللي دار في هذه الحالة هو باقي حميد غزالة. وحتى ان واحدة البلاثة في انتلقت ايميلي سيجدوا البونتا ديالغارو مليوح. من اللي قلبوا البونتا ديالة قلقوا نفس المراكاتات الالغارو للي كم احمد غزال. هذه الساعة البيت ساكن فيها هذا الحميد. افرع الباب وتدخل له. فان لديه. ان لا يعرفين لماذا? يلترون على二 مارت العمارة مهم هنا البوليس سنقلوا البيت وانه يجدوا البيت اكامل المرون. سيضر وقلون بالدم. ثم سيتأكدوا ان الدم الاصديم في بعضه. من اللي عاودوا الحق مع النزيل العمارة واحد سيدة قلت لهم بأنها راه في نهار 29 ديسمبر ما بين العشرة والعصرة والعصرة سمعت صداع والغوات وسمعت بحلها شي حاجة كتتضرب مع الحد الناس أخرين من العمارة قالوا بأنهم راه معادي كتناش دياللي سمعوا بحلها شي باليزة شي باليزة كانت تجار في الدروش الناس هذه العمارة التي استكنين مع أحمد غزالة حتى واحد ما طيق بأن هذا السيدة الذي يبين دروي شو ضريف يقدر يدير هذا الشي كامل وتقدروا ترى الصورة في الانتنات والد كبال يضريف ولم يحرك التجاج على بيضة وكل شي يشاهد بالحسن الخلق وحتى أنه جاء السكن في آمية غير على قبل بنته الصغيرة كيف حتى يقدر يدير هذا الشي كامل؟ قضية غير مغادة وكتزي التعقد البوليس هنا بدأ الضغط يزاد عليهم ويزاد عليهم نهار من مورا نهار خاصهم يشدوا حمد غزالة في أقرب وقت وماشي على قبل جوجة الناس وراء على قبل ثلاثة الناس البريطانية هي إيزابيل بيك التي استفعلها في 13 أكتوبر ويستفعلها في فتران الذي يكون مابين ليموش أو باري من موراها بجو سمينات نهار الحياة أميلي بازال نهار 13 ديسمبر هو فشقة الفتران كورين كايو وفتران ليجند الناس في هذه البلاسة أو خائفين على ريوزهم كثيرا خصوصا للبنات لا أحد هذا السيد لا يعيش ولا أحدهم لا تشد حتى واحدة لم تبقى 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 في فتران البوليس كل مرة يأتيهم كثير من الاتصالات مع الناس الناس يقولون لهم بأنهم رأيهم شافوا حمد غزالة في بلاسة لكن ليس يمشون البوليس لذلك البلاسة حمد كان دكي وبجانب الدكاء دياله كان عنده الظهر كان لحد يعاونه كثيرا كيف تبقى تبقى تبقى؟ عندما نهارا راست ، وأن يكون سيد في إسبانيا سأدت البوليس وهي قلّهم أنه رأيهم صفوا حمد غزالة في واحد حبيل، من نوع غولف ديال ترى أن يكون عن مزادة أو للمدارة في الناس نهارا راستغران Duecent مع وجود الليل ستصلوا إلى وجودخرين وسيقول لهم لآخرين لأنهم رأيهم شافوا حمد غزالة أنزل من تران في محطة نيم. وما بين 28 و 29 ديسمبر الترى الذي يكون ما بين نيم و جناب جوج ديناس خرين كانوا مسافراً وقالوا بأنهم طلقوا مع أحمد غزالة. طلقوا معه الدابز ومعهقاء. لكن من بعد ما الذي شاهدهم بجوج أهرب ومشاب حالته. الناس تخايفة تركب التران أصلاً. وخصوصاً للبناء. أي شخص يمشي عنده يقلبه. البوليس من اللي ما توصلوا لحتى شي حاجة ما تشي كامل. رجعوا لآخر بلاسة كان فيها هو. واللي هي دار والدي. من اللي عاودوا حقه معهم أخيراً سيعترفوا ليهم بأن أحمد غزالة والدهم الليلة ما بين 14 و 15 رهبات في دار والدي. لكن من اللي فقط الصباح طلب من 300 فرنك فرنسي وشترال اسبانيا. البوليس من اللي عرف هذه المعلومة حط العائلة دي الغزالة كاملة تحت المراقبة المستمرة. وهنا تأكد لهم بأن السبب اللي ما مخليهم شي شدوه لحد الآن هو أن وراه ديجا ما بقعش في البلاد. ديجا أخوة فرنسا. السيدة هرب من البلاد. ودكشي لشلانتر بولا عمام الاسم دياله فليس باشينغن. يعني في دول الاتحاد الأوروبي كاملة. طلب من قاعد الدول باش يعاونهم باش نشدوها دخينة في أسرع وقت. لكن هذا الشي كامل ما فاد بواله. حمد غزالة وهو في مادريد. من اللي تقضى له الفلوس اللي يعطاه بواه بدك يحاول يسرع. من اللي شدوه البوليس الإسباني راح تشاد عند البوليس إسباني. وعطاههم البحث بورديال. بدو كيقلبوه. ولكن لا تعرفوش عليه. ودوه دووز عندهم تلتيان. ومن بعد تلقوه. في شهر فبراير عام 2000. نادية ستتصل بالبوليس. وقال لهم بأن واحد الرقم تتصل بها من بورتغال. قلت لهم المرارة غير صونات وقطعت. البوليس ستطلب من نادية باش تتصل بنفس الرقم. وتعرفش كل ما تعيط لها في ذلك النار. نادية من اللي تعيطت جاوبها واحد السيد. وقال لها. أنا ماشي اللي تعيطت بك. شين اللي تعيطت لك. غير واحد ضيف عندي. من شمال إفريقيا. هو اللي كان تتصل بشي رقم من فرنسا. عيط اللي تعيطت بشي رقم من فرنسا. واللي هي ربما ديالك. البوليس من بعد حطوا التليفون ديالنادية تحت المراقبة المستمرة. وغير شيئا ما تقليلها. نادية غادي يجيها اتصال آخر من البرتغال. اللي كعيط الهدابة. هو أحمد غزال. أحمد تصل بنادية. لماذا؟ لكي يسولها على بنته. نادية من اللي بدأت تهضر معها تكتبكي. وكتحاول تقنعه باش يسلم رسول البوليس. لكن هو ما عطاههاش فرصة. في ان تكمل هدرة ديالها. قل لها هدرة واحدة. اللي مهم ما و اللي غادي نقول لك. هي. بوسي لي يا بنتي. وتهل لي فرسك. واقطع التليفون. البوليس من اللي. المشي تقلب على النمرة اللي تصل بناها. أحمد. لقاوهما معيط من البرتغال فعلا. ولكن هاد المره. لم يعيط من الدار ديالك خينا اللي كان مضايف. وقعيط من واحد تليفون ديال الشارع. ولكن على الاقل داب البوليس تأكد بان احمد غزالة كان في البرتغال بالصح. وكان في مدينة ليسبون. ليشبون. نهار 11 يناير العام الفين البوليس البرتغالي. والبوليس الفرنسي. غادي قدروا يوصلوا للدار اللي ساكن فيها احمد. غادي يتفقوا مع بضياتهم. وغا يحصروا الحي كامل اللي ساكن فيه. بلا ما يدعوا الصداع. وبلا ما يخليه يحسبوه. يتفقوا كيسينو. حتى يخرج من الدار على خاطر. وفعلا مع الوحدة من الصداع النهار. مع الظهور تقريبا احمد غزالة. خرج من الدار. وغير خرج قبصوا عليه البوليس. البوليس الفرنسي والبوليس البرتغالي. غادي بجوج بهم يحقوا مع احمد غزالة. وفي البرتغال. بعد ما غادي يتعرض على قادة التحقيق. غادي يستغل واحد الحاجة اللي كينا في القانون البرتغالي. وهذه الحاجة هي ان دولة بورتغال. ما فيها لا عقوبة الاعدام ولا المؤبد. ودستور ديالها بالضبط في المادة 33. كي يمنع تسليم المتهمين. اللي كي يواجهوا عقوبة السجن مدى الحياة. حمد غزالة غادي يستغل هاد النقطة مزيان. وغادي يرفض باش يسلموا السلطات الفرنسية. حي تخايف على رسول. خايف لا يتحكم عليه بالمؤبد في فرنسا. حي تفرنسا ما فيهاش الاعداء. ما عادة انه ما يسلم رسول ما عادة. الى ضمنات له الدولة اللي طالبها. انه ما غاداش تحكم عليه بالسجن مدى الحياة. مؤبه. في شهر مارس عام 2000. بعد ما السلطات الفرنسية ضمنات المحكمة الاستئناف في ليشبونة. بانه ما غاداش تحكم على حمد غزالة بالسجن مدى الحياة. داكشي لاش البرتغال. وافقت بانها اتسلموا ليهو. لكن وخاها كاك. حمد غادي يبقى يرفضها التسليم هذا. ويبقى يرفض الاطول الوقت ممكن. غير باش يدوز مدة اطول. في الحلس دياله في ليشبونة. وربما يقدر يكون متاقش في فرنسا. النهار الاربع وفي 28 يونيو عام 2000. مع الحداش ديال النهار بالضب. حمد غزالة. غادي يشعل العافية. في الزنزانة دياله. السيريول دياله. وغادي ينهي حياته. قتل راسه محروق. لكن قبل ما يموت. غادي يكون كتب واحد رسالة. وغادي يقول فيها. كل شي ضيعته في حياتي. ودبما بقالية غير نرجع للخالق دياله. نهار 10 نوفمبر 2004. المحكمة الفرنسية. ستتحكم بتعويض مالي. من طرف شركات القطارة. بسبب الإهمال للأمن وسط الترانات دياله. وهذه التعوض بقيمة مالية. التي تقدر بـ 223 ألف يورو. يعني تقريبا 230 مليون مغربية. من بعد هذه القضية. الشركة عزت الأمن في قع الترانات دياله. وخصوصا الترانات التي يكونوا شدين طريق بالليل. سيادنا هنا. وصلنا إلى نهاية القصة. السلام عليكم. السلام عليكم. نراكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. وإلى عجبكم الفيديو. لا تبخلوش علينا. بدعمكم القناة. وبالما نختموه. دروري نسمعكم الدعوة للخير التي يقولناها. لا يكتب علينا ما كاتب الخير. لا يخرجنا للمظار العيب باللعيب. لا يرزقنا حسن الخاتمة. ويجعل أخرنا حسن من أولنا. ويجعلنا خفاف الدراف على قلوبكم. أخوتي إخواتي. دوزوا بخير. ترجمة نانسي قنقر. ترجمة نانسي قنقر. ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة. الجمهة إخوة إخوة. ترجمة نانسي قنقر.